مساء الخير كل الصديقات والأصدقاء اللي بيشوفوا معنا الحلقة مباشرة على الهواء أولا يشوفوها بعدين نتمنى أن تكون حلقة مهمة بالنسبة لكم فيها استفادة في موضوع وإن كان حتى العنوان صعب إلا أن المادة الأنمية نفسها أعتقد أنها مش هتكون غريبة على الكسرين منها هذه سلسلة كاتب وكتاب والكتاب اليوم اللي احنا هنتناوله بالتعليق والشرح والنقد هيكون كتاب للكاتب محمد المزوغي اللي هيعرفنا برضو عليه الأستاذ منصور الناصر من هو والكتاب والكتاب عنوانه في المونيولوجيا الأديان وليه اسم تاني يعني اللي هو هيكون أسهل هو مخاريق الأنبياء ومخاريق الأنبياء ده زي كتاب منسوب إلى أبو بكر الرازي اللي يعني ابن القرن العاشر توفى تقريباً تسعمية حاجة وعشرين 22-23 ميلادية وطبعاً كتب أبو بكر الرازي كغيره من الكتاب اللي انتقدوا الإسلام وكذلك بعد كده هو دول ما احنا بنتكلم عن مخاريق الأنبياء والظاهرة الدينية فكل الكتب اللي كانت بتنتقدهم في النهاية هي ضاعت مفقودة ولكن إزاي وصلنا إن أبو بكر الرازي أو مثلاً واحد زي سيلسوس الفيلسوف الرواقي أو فورفوريوس أو بروفير أحياناً بيسمى اللي هو ابن القرن الثالث أخر القرن الثالث الأول كتب ضد يعني الإعلان الحق تقريباً كتاب ضد المسيحيين ورد عليه أورجينيوس فأورجينيوس يعني هو الشخص سيلسوس مثلاً مات 177 ميلادية أورجينيوس رد عليه بعد كده هو في مطلع القرن الثالث يعني بعد ما الشخص مات بعشرات السنين ولكن يعني من حصنا حظنا إنه هو أخذ اقتباسات كتيرة من سيلسوس فبيقول سيلسوس بيقول وهو رد عليه فإحنا عرفنا إن فيه سيلسوس وكان ليه رد على المسيحيين وإن الوسانيين بمقصين يعني ما كانواش يعدموا الرد ولا المنطق ولا الاستخفاف بمخاريق الأنبياء من معجزات وإدعاءات هي إدعاءات كانت موجودة في الأصادير اليونية وجرى تجميلها وتزويقها ونسبتها مع تضخيمها لشخص اسم يسوع والأدلة يعني القريبة العهد منهم تؤكد إن دي كلها مجرد توهمات كتبت في الأناجيل نفس الشيء عملوا فورفوريوس اللي هو فيلسوف أفلاطوني من الأفلاطونية المحدثة وأستاذ كبير وكتب كتاب اسمه ضد المسيحيين وبعده بعشرات السنين عشرات قليلة من السنين يعني بعده بعشرين سنة تقريبا اللي هو الإمبرادور بوستنطين أمر بحرق الكتاب وإعدام كل النسخ منها ولولا ما إن في المنافحين عن المسيحية كتبوا لينا شزارات عن هذا الكتاب ما كنا نسمع عنه فإذن الدين بعد ما يصل إلى السلطة بيقوم إيه؟ بحرق وتدمير كل الكتب أنا بديت إن هو بالمسيحية لإني أفتكر زمان نص سخيف مش حتى في محاضرة تقال فمن الممكن الشخص أثناء المحاضرة من الممكن تفلت منه بعض الأمور لأنها بتبقى ارتجالية لكن لما يكون موجود في الكتاب فيبقى عذره أقل الشخص الحية فكان بيقول يعني إن جمال المسيحية وامتداح المسيحية إن هي حافظت على الكتب واهتمت بالعلم لدرجة إن هي حافظت حتى على كتب الأعداء لو حياتك حتى كتب المسيحيين نفسها تضمروها لإني دخلنا في عصر الجهل مع الدين لا حضارة مع الدين لا علم مع الدين العلم الحضارة الثقافة الحرية الفلسفة هي نقيد الدين لإني الدين إيمان قائم على شعور على جبر على وراسة على تقليد على صقف للتفكير على تبهات وطبعا كل الأمور المختصة بالعالم ضب هندسة إعمار عمارة كل هذا بيعتبر أشياء التي في العالم اللي المفروض أننا نتنزع عنها ولكن هي في الواقع هي بتروح تصوب لصالح رجل السياسة ورجل الدين أنا تكلمت عن المسيحية ولكن كتبنا يعني العنوان جاي مثلا من مخاريط الأنبياء لأبو بكر الرازي ده في التراث الإسلامي لأنه لا يختلف في التراث الإسلامي عن التراث المسيحي في القضاء وحرق الكتب فبرضو إحنا لم وصلناش الكتاب بتاع أبو بكر الرازي لو أنا قلت فخر الدين الرازي بقى أبو بكر الرازي لأن فخر الدين الرازي ده صاحب التفسير الكبير وده ابن القرن التلاتداشر وده يعني من اللي قالوا على أبو بكر الرازي إن هو يعني ما يقوله كل المتدينين عن المثقفين والمفكرين والفلاسف فجرى يعني سبه من الجميع حتى بما فيهم يعني من ابن ميمون اللي هو يعني موسى بن ميمون اللي وصفوا بالجاهل وطبعا يعني ابن حازم الأندلسي ويعني أكيد وابن تيمية وحتى ابن سينة ابن سينة قال عن فخر عن أبو بكر الرازي اللي هو صاحب الكتاب مخاريط الأنبياء والتسفيه من النبوة وإن كان هو ربوبه بيؤمن بأ الله ولكن يعني هل الله يمكن وصفه وتحديمه وبالشكل اللي بتعرضه الأديان وهل ينفع أن الله يصطفي ناس دون آخرين من قبيلة من بلد إلى آخره بلغة زائد طبعا يعني كل المشاكل اللي موجودة في هذه الكتب من تناقضات في الشخصية نفسها بتاعت النبي داخل الكتاب الواحد وتناقضات بين الأديان فده تكلم فيه وتوسع فيه إلى أنه يعني الغريب أن ابن سينة نفسه تكلم عن فخر عن أبو بكر الرازي وقال كلام يعني صعب جدا يعني أنا أجيب النص نفسه بيقول أنه هو الشخص المتكلف الفضولي على أبو بكر الرازي ده ابن سينة الذي تجاوز تجاوز قدره في النظر للأبوال والبرازات ده ابن سينة لما بيتكلم عن أبو بكر الرازي صاحب كتاب مخاريق الأنبياء طبعا يعني وأن كان ده شيء هامشي ولكن يعني العجيب أنه هو يعني في سيرة الأعلام النبلاء للزهبي ذكره بالخير وقال يعني أنه هو عاكر وفيلسوف إلى أخير يعني لكن يعني دائما العلماء والمفكرين حتى في التراث الإسلام اللي بيجري الافتخار بيهم عشان أن إحنا كان عندنا كان عندنا الواقع أنه كل رجال الدين اللي بيسموهم علماء كفروا كل ما يمكن للشخص الإسلامي أو اللي بيداعي أن الحضارة الإسلامية كانت كانوا مكفرين في الواقع بل حتى ابن سينة قال ما قاله في أبو بكر الرازي ولكن نحن عارفين برضو رأي أولماء الدين في ابن سينة ننتقل من مخاريق الأنبياء لأبو بكر الرازي لمخاريق الأنبياء ليه كاتبنا اليوم ومع صديقنا الأستاذ منصور الناصر يكلمنا أولا عن الكتاب وعن العنوان وبعد محاضرته هيبقى فيه نقاش حوالين النقاط اللي راح يقولها مساء الفل صديقي منصور الناصر مساء الفل وأهلا بك وصديقي العزيز أرنس وأهلا بجميع المتابعين نعم نتفضل الكتاب ده وليه عجبك لأننا لما التقيت بك لقيت عندك المجلدين وكان عليهم خضود والنوت على الباج ويعني أصار اهتمامك جدا زائد بالإضافة يعني أعتقد أنك أنت تعرف برضو الكاتب لا عندي معرفة فيه معرفة فيسبوكية تمام معرفة جيدة وأعتبرها من المفكرين مهمين والكتاب الذين يقدمون رؤية نقدية حادة إلى حد بعيد إلى درجة الكثيرون الكثير من الباحثين والكتاب يتحاشون الإشارة له ولأسباب معروفة لأنه لا يعني لا يتوانى عن نقد أي شيء تقريبا أو أي كاتب مهما كانت هناك الحساسيات تجاهه طبعا أنا أحيي في هذه الروحية وبالتأكيد هو يقدم قراءة ممتازة تلهم الآخرين على البحث والتفكير لكن هذا لا يعني بالضرورة أنني أتفق معه وهو من الناس الذين ينتقدون جميع فمن الأولى أن أكون أنا أيضا من منتقديه فأتمنى أن يرضى عني وهذا فوز عظيم بالنسبة الكاتب يعني مبدأ الأساسي هو النقد ولابد أن لا يرضى عن كل شيء هو الكاتب أول مرة أول مرة تحدث عن الكتاب الكتاب هو اسمه فينومنولوجيا الفكر هذا هو من مجلدين تقريبا مجلدين لاحظوا الحجم مالت يعني تقريبا 1200 صفحة مع الفهارس وهو باناروما بصراحة يعني موضوع الأساسي هو يعني إذا قرنا من الخلف التعريف بالكتاب هو هو جولة نقدية يقول طويلة في دهاليز الدين ومنابعه الأولى هو يقصد دهاليز الدين التوحيدي تحديدا جولة ممتعة يقول وهي مشوقة ومفتقة لذين كل من يفتح هذا الكتاب الجامع المانع ويتناول فيه حياة الأنبياء الأربعة بتعبيره والنبي الرابع هو الذي نصبه نبيا أو يستشهد أيضا هو نفسه اعتبر نفسه نبيا ويقصد به نيتش وهو من صديقه اللدود أو عدوه الصديق فالأنبياء الأربعة هم موسى يسوع محمد ويضيف عليهم نيتش ويتابع بالتفاصيل الدقيقة والمراجع وكل أعمالهم وأيضا منظومتهم الدينية وكل ما يستثبع هذا من قضايا وتدعيات سياسية الميزة الرئيسية لهذا العمل هي الروح النقدية السارية فيه من أول صفحة إلى آخرها كما في ظهر الكتاب التعبير عنه بتعبير الكتاب نفسه أيضا قدرة المؤلف على الحفر في أعماق المسألة واستخراج نتائج صادمة ومحيرة لا وجود لها في المؤلفات التي تطرقت إلى نفس الموضوع أو لصح الموضوع نفسه طبعا فعلا هي نتائج صادمة ومحيرة وهذا يستدعي التساؤل ويثير الموضوع لكن في البداية أقول بأن الكتاب ألوان الكتاب هو فينومولوجيا الأنبياء لكن لم يعرف ما يوضعي أخصص بالفينومولوجيا قال فقط بأنه فينومولوجيا للأنبياء لكنه استمرار أو استكمال لجهد الأرازي قبل نحو منذ منتصب القرن الثالث الهجري حتى اليوم كتابة مخاريق الأنبياء أو حيل الأنبياء بمخاريق تعني الحيل أو الأكاذيب أو الخدع الأنبياء معناه هي مخاريق الأنبياء فيقول هذا هو الأنوان الأصل لكنه اختار له أن يكون فينومولوجيا الأنبياء ماذا يقصد فينومولوجيا طبعا نعرف أنه منهج الفينومولوجيا الآن هو منهج السائد تقريبا من معظم البحوث الإنسانية خاصة وعموما الاجتماعية حتى السياسية والتاريخية هو فينومولوجيا هو الظاهراتية يعني ترجمة العربية هو علم الأشياء كما تبدو من خلال وعي البشري الخالص وهدف الظاهراتية هو الوصول إلى الماهيات حسب تعريف إدمون هوسر هو المؤسس للمنهج الفينومولوجي لهذا الفكرة الفينومولوجية نقول لك أنت يجب عندما أن تتوقف عن الحكم أن تضع العالم المكاني والزماني بين أقواص دائما أن لا تعتمد على المؤتقداتك الطبيعية لهذا العالم وأن تتوقف عن انتخاذ أي موقف إثبات أو نفي إذا الموضوع الذي تبحثه الظاهر الذي تبحثه الظاهراتية هي تعتمد على الخبرة الحدسية للظواهر كنقطة انطلاق وشروع معنى آخر ما تمثله هذه الظاهرة في خبرتنا الوعية ثم تنطلق بعد ذلك من هذه الخبرة لتحليل الظاهرة وأساس معرفتنا بها طبعا هي ما تدعي بأنه تتوصل حقيقة مطلقة لا سواء يعني في تناول القضايا الميتابيزيقية أو العلمية هي بدأت مع هيكل لكن مؤسسة الحقيقي أو المنهجي أو اللي حولها لمنهج هو إدمون هوسرل وبعد ذلك طلعوا فلاسفة كثيرين وواصلوا المشروع مثل هايدغر وسارتر ومرلوبونتي وريكور مثلا وضع الصورة حتى يتمكن هوسرل من دراسة الوعي المعرف وكيف يتكون ماذا يفعل يعزل كل الجوالب الحسية والتجربية من المعرفة أي كل ما هو مادي أو مضمون مادي ليركز على ماذا على شكل هذه التجربة التي تظهر للوعي مثلا أنا أرى شخص وأشعر بشيء وبالتالي عندما أرى شخص أشعر بشيء فورا أتذكر شيء ثاني وأفكر في شيء ثالث أعتقد مقصود ما يقصده المزوغي في هذا العنوان هو أن يرى الأحداث ويتجرد من ذاته ويحاول أن يعيها كما هي مثلا هذا نص مقدس هذا يستلزم من عندي أولا لكي أعي هذا النص إذا أريد يطبق المنهج الفينمولوجي يستلزم انتقال من الموقف الطبيعي الذي أنا عليه إلى الموقف الظاهراتي أي أعتمد على الأنى الخالص وليس على تجربتي الخاصة إنما أنطلق من لا أبدأ بالتحليل والتعقيب والتفكي قبل أن أقرأ هذا لا أحكم على ما يبدو بالبداية علينا أن نفهم الفكرة والأفكار التي أريد إيصالها المهم في الظاهراتية تستلزم فصل الذات عن الموضوع والذي هو مثلا هنا لدينا النصوص فصل الذات يعني معنى آخر تخلي عن المشاعر وإصدار أي أحكام قيمية قبل قراءة النص وسنرى هل يطبق هل طبق المزوغي هذا المنهج بحذافيره رغم أنه لم يذكر في المقدمة مفهوم الفينمولوجيا بالنسبة له لأنه مفاهيم متعددة مبدئيا في المقدمة يقول هدف الكتاب ليس اتهام الانبياء بفعل الشق إنما الإدانة مع توفير أدلة دامغة على هذه الإدانة أي أنهم لا يمارسون الشر إنما هم يعني يعني أن يدينهم لهذا الأمر يعني ليس نفي أو إثبات لا هو المسألة محسوبة بالنسبة له ثانياً هو استكمال هذا البحث أو الكتاب هو استكمال لجهد سلسلة من المفكرين قمعهم وأيضاً في الوقت نفس فضح فضح مفكرين نافقوا وبرروا برروا هذا يعني برروا هذا الشر بمعنى المعاني الثالثاً يعني الكتاب يعني بوجهة نظري لم يركز على ما هو جيد لدى لدى الأنبياء إنما بحث عن كل ما يدينهم طبعاً هو نجح في هذا وفقاً وفقاً للمعايير أخلاقية وإنسانية هو يتبرناها ونجح في إدان التوجيه هذه الإدانة وفقاً لمنطقه الخاص رأي أيضاً الكتاب لم يقدم يعني موضوع آخر أول مرة التعريف بالكاتب الكاتب هو باحث تونسي مقيم بإيطاليا درس في روما ودرس في روما جامعة غريغوريانا عندها دكتوراه حصل على الدكتوراه بأطروها عنوانها نهاية الميتافيزيقة وإحياء الخطاب الديني في فكر جياني فاتيمو وهو يعمل أستاذ لفلسفة إسلامية منذ سنة 1999 بالمعهد البابوي لدراسات العربية الإسلامية في روما الأطروحة الدكتوراه مالت في فكر جياني فاتيمو طبعاً هو أيضاً بالكتاب ينتقد فاتيمو يعني اللي هو كاتب عنها أطروحة فالآن الكتاب يقول هو محاكاة لكتاب مخاريق الأنبياء للرازي وهذا الكتاب كما نعرف لم يصل إلينا حتى الآن لكن هو يعني بغت الشذرات من عنده وذكره خاصة كتاب المرحوم عدرحمن بدوي من قصص الإلحاق ما ذكر الإلحاق في الإسلام الحاج والملحدين في الإسلام ما ذكر الإمام غاب عني يقول في البداية يقول أنا أضيف نبي آخر رابع هو نيش لماذا نيش يقول لأنه نيش نيش سمى نفسه نبي ودعى لإبداع قيم جديدة تتماشى مع غرائز الإنسان ولأن الأخلاق السليمة تحكمها نزعة الحياة أما السيئة والأخلاق الموجودة بالنسبة لنيش منها الشفقة والإحسان وما إلى ذلك فهذه يعتبرها نيش منافية للطبيعة وتدين الغرائز سرا وعلا يعني الغرائز الإنسانية الداخلية نيش يحتاج عليها ويعتبر أنه يعني الدين يقمع هذه الغرائز الطبيعية موجودة لدى الإنسان وبالتالي هذا الفعل هو منافية للطبيعة وبالتالي أن نيش يدعو لقلب القيم كما فعل الأنبياء الثلاثة الذين شغلوا تاريخنا على مدى ثلاثة آلاف عام يقول أيضا هناك يعني يرى بأنه هناك قرابة طيب وطيدة بين الأنبياء الثلاثة ونيش وهذا الكتاب يقول سيثبت هذه الصلة اللطروحة المركزية للكتاب هي أن أخلاق نيش لا تختلف بتعبيره من صفحة 6 أن أخلاق نيش وأخلاق الأديان التوحيدية تتفقان على الثنائيات التالية أولا أن الكذب خير والصدق شر أي عكس الصيغة المعروفة وأن الكذب شر والصدق خير هو قلبها تماما كما ترون صفحة 9 أنوان الموضوع القسمين كتاب هو مؤلف من قسمين القسم الأول هو الخاص بأخلاق الأنبياء والقسم الثاني القسم الأول طبعا يستغرق تقريبا 400 أو 500 صفحة وهذا شاهدون الفهرس 200 صفحة الأولى من عنده القسم الثاني يتعلق بدحض الأنبياء وسحقهم بتعبير المزهور يعني هذا الكذب خير والصدق شر هذا كما ترون للعنوان الفصل الأول من أخلاق الأنبياء بداية الكتاب يبدأ بيقول بأن الحقيقة أمرأة كما نيتش يقول في كتابه ما وراء الخير والشار يقول بأن الحقيقة أمرأة أو يشبهها بالمرأة ونعرف أن نيتش كما يقول يعني يدين المرأة وأعتبرها عنوان الخداع والمكر أيضا يعتبرها متضلعة في الكذب والتمويه وبالتالي لا يمكن أثقة بها ولا تصديقها يقارن هذا بموقف القرآن الكريم منها والذي يصف الكيد النساء بأنه عظيم أما المسمى أبو هريرة بتعبير المزوغي فهذا يسعد منسوب الإهانة ويروي عن الرسول عن محمد تشبيهه للمرأة بالشيطان بل أشر من الشيطان فيقول فيقول أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان لأن الله يقول أن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال أن كيده كن عظيم ويقول أن هذا المزوغي أن هذا استنتاج منطقي جدا إذا كان أشر كأن في العالم كيده ضعيفا فمن من هو كيده عظيما يجب أن يكون أشر من أمير الشر هنا بعد ذلك يتطرق إلى موضوع الكذب ويقول في الصفحة عشرة يذكر أوغستين يقول لا خير في حجب الحقيقة وأشار لأن المسيح قال أن لي أمورا كثيرة لكنكم لن تحتملوها ويقول هذه ميزة الكذابين يستشهد بكلمة للمسيح السيد المسيح بس أبحث عنها أشوف الاستشهاد وين بالضبط صفحة 12 يقول أن السبب الأقوى الذي يمنعنا من قول الحقيقة في رأيه هو غريزة الحياة وهذه الغريزة هي التي تكبح جماعنا عن التطلع على عالم حقيقي وراء عالم الظواهر يجب أن نكتفي بما هو موجود ولا نقلق أنفسنا في البحث والتنقيب يجب علينا بتعبير نتشة أن نولي الظاهر وإرادة الخداع والمصلحة الذاتية والرغبة قيمة أعلى وأكثر أساسية وكما يستشد أيضا بأن الضرورات تبهي المحظورات كما تنص القاعدة الإسلامية الشرعية التي يستعملها بشراسة بتعبيره الأخوان المجرم وقال واجبنا فقط أن نسأل قبل فبركت أي كذبة إلى أي مدى يكون الحكم منميا للحياة محافظا على الحياة محافظا على النوع بل ربما محسنا للنوع أيضا يستشد بعبارة ما ننسخ من آية يعتبر هذه مسألة حولت الرذيلة إلى فضيلة وأيضا قارنها بما قاله نشة من إمكانية تبديل الأراء أو نقضها وتحريفها وبأي قوة كانت فيقول إذا كان هناك اعتراض على أن هذا العمل غير جائز علميا فيقول هذا لا ممكن لأن السبب المنطقي بالنسبة أن الحياة لم تبتكرها الأخلاق صفحة 16 بعنوان أنبياء كذبة يتحدث عن أنبياء الكذبة وأولهم يبدأ بحادثة تقديم إبراهيم الخليل بالتسمية الإسلامية إلى أخته لفرعون مصر وتبرعه له واضطراره إلى الكذب وقال له أنها أخته لكي يتناعم لكي يحظى برضى الفرعون فقال رحلة الكذب بتعبير المزوغي رحلة الكذب يرويها لنا سفر التكوين على النحو التالي فلما وصل لأبواب مصر قال لساراي امرأته أعرف أنك امرأة جميلة المنظر فإذا رأاك المصريون سيقولون هذه امرأته فيقتلون ويبقون عليك فيقول ما هو الحل بالنسبة يعني يقول قولي أنك أختي والدافع الذي أدى بأبي الأنبياء يقول المزوغ إلى الكذب وجعله يهدي زوجته للرجال هو الحفاظ على حياته وبتعبير التوراة يقول كي يبقوا على حياتي من أجلك والنتيجة أنه فاز بعد ذلك حسب تعبير التوراة فصار بالمغانم وبالنص يقول فصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال هذا في سفر التكوين 12 ويقول طبقا لمعايير نشة طبعا هنا يصل بين الموضوعين المزوغي يقول حسب وصال الكتاب المقدس فإنما فعله فرعون من استنكاره على إبراهيم كذبه وخدعه له خطأ يعني اللي فعله الكذب الذي ارتكبه إبراهيم يعتبر أنه الخطأ من من فرعون وليس من إبراهيم يعني كيف انقلبت القيم والأدوار بتعبير المزوغي فبدلا أن إله سفر التكوين بدل أن يعاقب الكذاب عاقب الصادق فيقول وضرب يهوى بالأبري يستشهد بالموضوع بالأبري وينفع يهوى وضرب يهوى فرعون وأهل بيته ضربات عظيمة يعني عاقب فرعون لأنه أخذ أخة إبراهيم الذي كذب عليه المهم 16 القضية بعد ذلك يشير إلى أن إبراهيم كرر هذه العملية مرة أخرى لم يكتفي بهذه المرة إنما كرر هذه العملية مع أبي مالك مالك جرار وتوراة تروي لنا أكاذيب أبي الأنبياء بكل أريحية بتعبير المزوعة يعني ما في أي مشكلة نهاية وطبعا هذا السؤال يثير الاستغراب أنه كيف يمكن أن هذه القصص التي تبدو فاضحة أو تسيئ إلى نبي التوراة أو أبي الأنبياء بهذه الطريقة وهذه طبعا صارت عليها بحوث كثيرة وتبيرات ويتناولها كل هذه المزوغ ويحاول أن يحللها طبعا أنا عندي تحليل الخاص لهذا الموضوع لكن هذا موضوع مختلف يقول هكذا أيضا قال الإبراهيم عن سارة امرأته هي أختي وهكذا خدع الملك عن قصد وسابقية اضمار لكن بعد أن أخذ هذا الملك المخدوق سارة دار حوار غريب بينه وبين الرب يهوى أجي إلى أبي مالك في حلم وقال له ستموت بسبب المرأة التي أخذتها لأنها متزوجة بالأبرية بعلة بعل يعني امرأة رجل أما المسكين بتعبير المزوغي يقول المسكين أبي مالك راح يحاول إرجاع هذا الإله إلى الصواب فأخذ يفسر له سبب فعلته هذه ويبرأ ساحته يعني المسكين هذا اللي كذبوا عليه يعني بدأ يحاول يقنع رب العالمين أو يهوى بأن يقال لا أنا ما عندي ذنب هم سارة وإبراهيم كذبوا عليه أما قال لي تعبير التوراة أما قال لي إبراهيم هي أختي وقالت لي أمرأته أيضا هو أخي فبسلامة قلبي ونقاوتي يدي فعلت هذا يعني يعني كنت إنسان بريء يعني قلبنا نظيف و فيقول المزوغ لكن هذا لكن هذا الإله الشرير الذي يعز عليه الكذب ويبارك الكذاب بل يجعل من فائله نبيا لا يزغي إلى أي تبرير ولا يعير أي اهتمام للنوايا الحسنة والقول الصادق فالأمر هكذا وكفى المهم أبي مالك ما الذي حصل بتعبير المزوغي هو يلتقط هاي الأشياء الموجودة في التوراة ويشخصها لأن هدفه هو إدانة الأنبياء أو السيرة أو السيرة الأنبياء جميعا بالتوراة وتفكيك وتحليل موضوعة الدين طبعا الناقل الكفر ليس بكافر يجب أن يعرف الجميع رجاء أنا لذا يبلعكس لذا ينقد فيه كثير من النقد على هذا الكلام لكن أنا أعرض الأمور كما هي لكي يطرح كل شخص ما يطرح وهي بالعموما هي موجودة يعني الأشياء ليست بالسرية يعني نحن لم نأتي شيئا امرأة أو نفتق البحر ونستخرج ما لم تره عين لا هو موجود ومبذول يعني أي واحد ممكن يعرف هالأشياء فلا لا يتشطر علينا أحد ويقول أنتم تقولون كذا ويبادر بالهجوم المجاني علينا ويقول أنتم كذا وأنتم كذا وينسى الموضوع الأصلي لأنه لا يمتلك الشجاع لمواجهة الموضوع الأصلي يتسبع ويتشجع علينا نقول لو هذا موجود روح تشجع وبطل لا يصير بطل في رأسنا هنا ناس مساكين قد حالنا روح شاطر وشجاع على الآخرين هذه إشارة ضرورية طبعا حتى يقول أبي مالك دعا إبراهيم لأنه أعطى أخته فأبي مالك شعر بالرعب قال ماذا فعلت بنا وبماذا أذنبت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطيئة عظيمة إنما فعلت به إنما فعلت به لا يفعله أحد رغم ذلك يقول المزوغي فأن الكذاب لا يتراجع ولا يندم بل يقر بأنه كذب عن عمد لحبه للحياة وشراهته للمال فكان له معراد وتكرم عليه أبي مالك المخدوق بما يشتهي من الخيرات وحسب تعبير المقدس فأخذ أبي مالك غنما وبقرا وعبيدا وجواريا وأعطى هذا كله لإبراهيم وأعاد فوق هذا كله إليه سار أمرأته هناك فصل أيضا صفحة 18 يتحدث عن الآلهة الكاذبة يقول الله نفسه في أدبيات اليهود والمسيحيين والمسلمين لا يستخدم فقط الإنسان والشيطان كواسطة للخدع ولا يبارك المزور بل هو الذي يبادر من تلقاء نفسه بالكذب معنى ويستشهد بآية كريمة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم طبعا هنا أكو إشكال والآية دائما يتصور للجميع بأنه هناك مسألة تعلق بالمسيح أنه لم يصلب وأنه ليس بالمسيح الحقيقي إنما شخص آخر فهنا الموضوع بالنسبة للمزور يقول لا الموضوع بالنسبة لأن الإله مارس الغش والكذب بحق الناس وقدم شخصا ليس بالشخص المطلوب لكن هذا يعني أن الإله يمتهن التزوير أو يمارس فعلا فعلا يعني فعلا أو يغش الآخرين بطريقة يغش من يخلقهم يعني الطريقة لا تصور الإله بالطريقة بشكل مناسب يقول هذه كارثة أن الإله يمتهن التزوير يقول وأكثر من عبر عن نتائج هذه الكارثية لهذا التصور ما كتبه الرازي في تفسيره يعني نقصد الرازي المفسر وليس الفيلسوف فيقول إن جاز لنا أن يقال أن الله يلقي شبه إنسان على إنسان آخر فهذا يفتح باب الصفسقة فإن إذا رأينا زيدا فلعله ليس بزيد ولكنه ألقي شبه زيد عليه وعند ذلك لا يبقى النكاح والطلاق والملك وثوقا به وأيضا يغضي هذا إلى القدع في التواتر لأن خبر تواتر إنما يفيد العلم بشرط انتهائه في الآخرة إلى المحسوس فذا جوزنا حصول مثل هذه الشبهة في المحسوسات توجه الطعن في المتواتر وذلك يوجب القدع في جميع الشراء يعني المشكلة عميقة جدا ليست مشكلة سطحية أنه لا بس هناك حاجة لتصوير إله أو مسيح يتم صلبة لا بس هناك مبرر ما لكن هل هذا يعني أنه الأشياء التي نراها أو الأفعال التي نفعلها والشراء التي نقرها وهذا معناها أن كل شيء تحول إلى سراب وكل شيء أصبح ضده وكل واحد قال أنه يعني ما يصبح أي شيء موثوق هذا بتعبير الفخر الرازي المفسر يقول هذا ما لا يفعل الرازي المسكين يقول ما لا يفعل لحل هذه المعضلة يعني كيف يغطي على الإله ما ما حصل وكيف يلقد جميع نبوة جميع الأنبياء عندما تأملون في هذا الموضوع أعتقد موضوع خطير جدا وهنا يطرح المزوغي لأول مرة ألاحظ هذه الإشارة يطرح أعتقد إشكالية كبيرة جدا يجب أن يجد لها المتدينون حلا يعني هاي مشكلته بالنسبة لي أنا ما عندي يقول كيف حل الرازي المشكلة قال هو لجأ إلى تكذيب القرآن و وإخراج إله الإسلام من اللعبة والتدر بمقولة أن الفرع إذا قدح في الأصل وجب رده يقول هذا الفرع يوجب الطعن في الأصول فكان مرزودا لكن هو يقول الرازي في موضع آخر لم يستطع الطمطم على الموضوع بهذا العمل ولا تطبيق هذه المقولة في شموليتها جاء في القرآن يقول إذ يريكم إذ يريكهم الله في منامك قليلا إذ يريكم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم يعني هو يريكم الآخرين يريكم يريكم الآخرين قليلين لكنهم وفي أعينهم يراكم قليلين يعني هذا الآية يعتبر فئة التزوير واضح أنني أرى القليل وهو يرى القليل لكن هي الحقيقة ليست بهذه الصورة فيقول هذا فئة التزوير واضح أيضا هذه هين الآية تفسير رازي جزء 15 صفحة 174 طبعا كل شيء يذكر المزوغي هي ميزة كبيرة الكتاب إلى مراجعة ودقيق جدا في هذه الأمور بحيث هو يحاول أن يغبط كل الثغرات لا يدع مجال لأحد عفوا لا يدعي تبرير الرازي للفكرة أن الله أضل الناس بأنه وضع الشبح على غيره فكذا يبقى الله هو الذي أضل الناس أي هو هذا معنى هذا هو التواطر يعني أننا سمعت عن فلان عن فلان عن فلان الضربت كلها لأن من الممكن الله من البداية لشهود صادقين صادق عن صادق عن صادق يكون الصادق الأولاني الله خدعه يعني هو فصوها مثل الرازي أنا ما فهمتش الرازي الرازي شو عمل الرازي يتأخذ الدين المفسر أيضا عبارة فيها غموض قال أن الفرع إذا قدح في الأصل وجب رده يقول تعبير الرازي هذا فرع يوجب الطعن في الأصول فكان مردودا بمعنى أن هذه الأصول لا نمسها يعني حاول يأزل بين هذا الحدث والأصول والشراء الموجودة يعني يحاول يعني هذا أنه يكذب القرآن يعني يشوف المزوغي الشارت النافذة يقول الرازي يضطر أن يكذب القرآن ويخرج الله من المسألة فهو مثل احنا بالأراق يقومها 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 هذا المعنى هو إرادة تأمل هذه المسألة وأيضا هناك الخداع الثاني وهذا الآية يقول إذ يريكموهم في عيونكم قليلا ويقللكم في عينهم فيقول هذا فئة تزوير واضح أرغم عليه الإله رغاما لكي يحق غاية كان بإمكانه تحقيقها دون اللجوء للخداع والغش يعني نصرة مؤمنيه في الحرب وهكذا فإن الإله حسب هذا المنطق كان من العجز وقلة الحيلة بحيث لم يجد أي وسيلة معقولة لتحقيق غرضه وسدت أمامه كل الأبواب فالتجأ إلى أساليب لا أخلاقية من غش وخديعة ولم يتفطن هذا الإله يقصد المزوغي أنا أكرر أنا أتحدث يعني أقول ما يقوله المزوغي وليست من يقول ولم يتفطن هذا الإله إلى لا أخلاقية هذا العمل إلا العقلانيون العرب القدامى وقد ذكر الراجي في تفسيره اعتراضهم لكنه لمح فقط فبدل أن يسمي ما حصل غشا قال غلطا وغيب الفاعل الأصلي لهذا الغلط أما اعتراض النقاط فهو أن رؤية الكثير قليلا هي غلط فكيف يجوز من الله أن يفعل ذلك يعني كيف الله يجعل الكثير قليل والقليل كثير فهذا لا يجوز هذا بتفسير رازي جزء 15 صبحة 174 فعلا يقول يتساءل المزوغي فعلا كيف يجوز من الله أن يزور ويكذب ويغش ليس هناك من مبرر أخلاق للقيام بمثل هذا الصنيع الشرير لكن المؤمنين لهم مورد واحد الإجابة على كل المشاكل الأخلاقية والميتافيزيقية والمنطقية طبعا هنا يورد تبرير المؤتزلة للموضوع فبأتبار أنهم يؤمنون أو متشبثين بمبدأ التنزيه يعني حاولوا إخراج الإله بتعبير المزوغي من هالورطة الكذب والتزوير سموها بين قوسين منعا أرجعوها لأسباب طبيعية وأتم تعويلات حولوا الكذب من شر إلى حكمة وقلبوا القيم يعني رأسا على عقب وبرر الموضوع أيضا الرازي قال وأعلم أنه تعالى قلل عدد المشركين في أعين المؤمنين وقلل أيضا عدد المؤمنين في أعين المشركين والحكمة حسب تعبير الرازي في التقليل الأول تصديق رؤياء الرسول وأيضا لتقوى قلوبهم وتزداد جرأتهم عليهم والحكمة في التقليل الثاني أن المشركين لما استقلوا أو يعني قل عددهم لما استقلوا عدد المسلمين لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذر فصار ذلك سببا لإستلاء المؤمنين عليهم فهذا يقول بعضهم حاولوا أن يعني يعني يبرع الله من الكذب و يعني لكن الواقع الأليم بتعبير المزوغ حيث تجعل من الكذب أمرا مقدورا لله وملازما لطبيعته ولو لم يكلب هذا الإله لما كان إلها البتة هاي صفحة 20 طبعا سأروح على صفحة طبعا كيف يطلب الأنبياء من الناس أن يكذبوا هنا موضوع رح يتناول هو يقول الأنبياء يطلبون من الناس أن يكذبوا أن يكذبوا حواسهم وأن يعطلوا ملكاتهم النقدية ويسدلوا غمامة الجهل على عقولهم وأما يعني يربطها بنيتشا يقول يستهين بالعقل ويعاديه ويكذب الحواس بل يحرضوا على تكذيبها طبعا ما أعرف أين المشكلة يعني يعني ونيتشا هذا مخبل المهم يقول التكذيب هذا الاختلاق دائما يقول هو من اختصاص الأنبياء بامتياز لماذا يقول لأن القاعدة في الوحي هي التزوير والإمعان في اختلاق ظواهر مستحيلة كتحويل عصى إلى ثعبان أو تلفيق أحاديث مجنونة ونسبتها إلى الله والأمر بالمثل في منطق نشة يقول أيضاً أن المؤمنين حولوا الكذابين إلى أنبياء وقلبوا المدلسين إلى قديسين وجعلوهم متكلمين بإسم الله ويذكر بعد ذلك ويهاجم جيل دولوز الذي ابتدع فلسفة عيش أصلاً في الغش والتزوير وتختات من فتات أكاديب نشة صفحة خمسة أنا حاولت حاشة نشة للموضوع في تعقيد كثير يعني لأنه الكتاب أنا حاول أقدم صورة أولية الكتاب هذا لا يغني عن الطلاع على الكتاب تفصيلي هنا نوصل إلى مسألة تأليه الكذب كيف تحول الكذب إلى إله يتعبده المؤمنون يقول الأنبياء جعلوا من الكذب نمط حياة وربما ألهوه وبوأوا فاعله مرتبة القداسة وها هو نبي زرادشت يقولها صراحة البشرية أحبت الحقيقة وألهتها ولكن الآن لا شاء يبدو ربانيا ما عدا الخطأ والظلال والكذب هذا في جينالوجيا الأخلاق صفحة 233 والدين الوحي والدين يقول هنا عبارة صفحة 36 يقول والدين والوحي والنبوة والكتب المقدسة مبنية كلها على الغباء وبالتالي فإن المؤمنين لا يتعلمون من الأنبياء أو نيتشا نيتشا يقول أي شيء جديد أشار الرازي بكتابه الأصلي قال أنه الكتب المقدس لا يقدم شيء لا يقدم ما يقدمه جالينوس أو العلماء قليدس في ذلك الزمان لا يقدم معارف لأن الناس تفيدهم في حياتهم فبالتالي هذه الكتب المقدسة هي بالحقيقة لا تقدم إلا لا سبب للحروب هنا يشير الموضوع نفسه تقريبا المزوغي ويقول أنهم لا يستمدون من هذه الأديان والمقدسات والكتب والنبوات أي حكمة عظيمة أو فكرة خارقة لأن مخزون الغباء يقول موجود في ديانتهم منذ زمن بعيد وموجودة أيضا القيم النقيضة من الكاذيب وأوهام وغش وخداء وطبعا هنا بعد ذلك يهاجم هؤلاء الذين يصدرون لكاتيب يهاجم قنوات تبشير المسيحية وأيضا الأسماء كثيرة من قبل يعني معروفة في القنوات اليوتيوب هنا يشير إلى كذبة عالمية في سفر الملوك في سفر الملوك الثاني الإصحاح 23 يقول هذه كذبة عالمية يقول انظروا إليها نقرأ يقول وأرسل الملك فجمعوا إليه كل شيوخ يهود وأورشاليم وسعد الملك إلى بيت الرب وجميع الرجال يهود وكل سكان أورشاليم معه والكهنة والأنبياء وكل الشعب من الصغير إلى الكبير وقرأ في آذانهم كل كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب يقول هاي استحالة فيزيائية بامتياز يعني ويستشد بقول المؤرخ رقليني رقليني بالله اسمه الأكتب العربي ما أعرف يقول هذا لا يمكن يعني سواء على مستوى الإلقاء أو السماع فحاولوا يقول يعني كيف يمكن أن تقرأ لمجموعة من الناس وخلال 24 ساعة الكتب الخمسة كلها التي تسمى المساوية طبعا لا يمكن يقول ستنفج الرئيتيك وسيقف الجمهور في نوم عميق قبل غروب الشمس من أراد يقول للمزوغ أن يتعلم المزيد من هذا الكذب إلا عليه أن يفتع كتاب الكذب بامتياز والذي تعلم منه يسوع ونيشة ومحمد الكذب يعني قصد التوراة هنا بعد ذلك ينطلق يعني من يسميه ملك الكذب لأنه موضوع الأساس هو الكذب وقال أنه مارتن لوثر هو الكذب الأكبر يعني من أكثر الناس يقول هذا الرجل الذي نصب الكذب كمنظومة حياة كما يقول أحدهم استشهاد بمن لورينز لورينز باريس هذا يقول هذا النصب واترف كثير من كتاب البروتستان بذلك والبعض منهم شجبوا سلوكه ولكن عن مضض بانتهاج سياسة التهوين والتخفيف واعتبار أكاذيبه مجرد سلوك ضرفي معزول لكن يقول بالنسبة المؤرخ واللهوت النمساوي دينيفيل هذا التبرير لا قيمة له لأن مبادئ لوتر مبنية أصلا على الكذب والتضليل والمكر وبعد هل ممكن أن يصل أحدا فجأة على مثل هذه التصرفات الأخلاقية دون أن يكون قد تمرس عليها أصلا وانتهج في نفس السلوك في مواطنة أخرى طبعا هذا الرجل الذي كتب عن مارتل لوتر قدم دلة على أن هذا الرجل الذي دعا النبوة واختدى بأنبياء الأهد القديم أسس أفكاره على قاعدة الكذب يقول بخصوص مارتل لوتر الرسالة إلى زميله ميلانكتون سنة 1530 يقول يتحدث عن موقفه إزال كاتوليك في أكسبورغ يكتب إذا نجونا من الخطر وحصلنا على الأمان فسوف نعالج بسهولة افتراءاتنا وزلاتنا لأن رحمة الله ترافقنا بتعبير لوتر يقول هذا لوتر نفسه بعدها بعشر سنوات يقول أنه من أجل تحقيق مصلحة الكنيسة يمكن بكل براءة أن نكذب وفي ظل هذا المبدأ يعني بين قوسين مصلحة الكنيسة أصبح مدمنا على الكذب وأكثر من ذلك يقول الدنيا في اللي كي يحقق مشروعه ويصرف الكاذيب على أحسن وجه فهو يطلب العون من الله يعني حتى يعني يمشي الكذب فيطلب من الله أن يعينه على الكذب هذا بتعبير شوتس يقول أيضا بدليل كذب على البابا أيضا عندما أرسل له في يوم خمسة ويوم ستة يناير 1519 أرسل إلى البابا رسائل خضع والتصاغ لكنه نفسه في سنة 1518 كان يسمي البابا المسيح الدجال ويصرح بذلك لأصدقائه المقربين دينيفيل يقول كل ما فعله لوتر سنة 1540 كان قد فعله في مؤلفه المعنوان النذور الرهبانية حين سعى إلى تحريف نصوص القديس برنارد وقام بتزوير طبيعة النذور شوها صيغة الاعتناق أجرى تخمينات مضللة ليقدم بصورة زائفة كل ما يمس موضوع الأفة للقسيسين والكهنة أيضا يقول عنه هذا نابع من طبعه الغادر المخادئ فهو رجل مداهن لا يؤتمنه جانب ولم يفعل شيئا لتفادي هذه السقطات أو أصلاحها أيضا أقول هذا الأمر يشمل البروتستانت الأمريكان والأخوان المسلمين المجرمين طبعاً هذا التعبير المزوغي هو يتساءل دينيفيل يستشد فيه المزوغي يقول ما الشيء الذي لا يقدر على فعله رجل يسمح له ضميره بأكاذيبة ضرورية وأكاذيبة مفيدة وأكاذيبة معينة يقصد هذا الرجل يقدر على كل شيء ويشير المزوغي إلى أن هذا الحال هو نفسه لدى البروتستانت الأمريكان والأخوان المسلمين المجرمين والشيعة أصحاب التقية وهم قادرون بالتالي وطبقاً لمبادئهم على تدمير العالم ومسح الإنسان من على وجه الأرض بتعبير المزوغي صفحة 39 إن هذا السلاح حسب تعبير دينيفيل سلاح الأكاذيب أصبح وسيلته المفضلة للدفاع عن نفسه ضد أعدائه وكما أن الكذابين يعدمون أنفسهم بأنفسهم فهو الوثر نفسه يعترف بأن الكذب هو من بين أسلحة الشيطان المفضلة الذي يطله بأسماء الله المقدسة بالمسيح والكنيسة راغباً في أن يدمر به الحقيقة ويحورها إلى ضدها طبعاً يشير المزوغ إلى أن المعاصنين له تفطنوا لهذه المسألة أو هاي الخاصية الطاغية عليه والأمر الذي حدى بالدوقة جورج الساكسوني جورج فون سكشن إلى تسمية لوتر بالكذاب الأكثر برودة الذي لم نره على الإطلاق وهذا الدوق قال في رسالة لأحد معارفه نحن نحن مضطرون أن نقول ونكتب عنه أن هذا الراهب المرتد كذب علينا جهاراً مثل وغد ملعون خائن وحانث ويشير أيضاً يقول إلى حد الآن لم نرى في الإنجيل أن يسوء عين كرسول رجلاً يكذب بمثل هذه الجرعة والإصراء وأنه استخدم مثل هذا الرجل لنشر إنجيله هل من متر يجون بعد أكثر لحظة لدينا الكثير هنا فصل تعاطي الكذب يقود إلى الدياثة هنا موضوع الدياثة والغضايا الجنسية ونستغفر طبعاً وناقل الكفر ليس بكافر وكرر لأنه أعرف رئيساً المغناطيس الاتهامات سيواجه إلي روحوا ناكا روح على عاي النصوص أن أقدمكم نصوص عليكم أن تقرؤوها تفتحوا عيونكم جيداً وتقرؤونا جيداً لا تتشجعون علينا أنا وأرنست هلنا ناس مساكين فقرك بتوزي الناس على المزوغي لا 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 المزوغي عشان إنه بطل تقول ناقل الكفر ليس بكافر لأنه خلصت معناها مرة بعد كده كأنك بتوزي على الراجل لا 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 حاشاً بالأكس أنا أرى المزوغي رغم التراضة في الكثيرين رغم كل شي هو يقدم صورة حقيقية أنا الشعاري أنه التنوير الحقيقي هو في الصدق أن نكون صادقين أن لا نطمطم على الحقائق نقول أشياء كما المريض هذا مريض أنت مريض لديك مرض اكتشف مرضك لا نطبب على أنا أول ما وصلت هولندا كان في أدنى مشكلة صارت مع بعض اللاجئين قلت لهم هذا يعني حالة النفسية تعبانة يعني تحاول تعاملوا معها بطريقة مختلفة لا تكشفوا الحقيقة قالوا لماذا تكذب يعني ما في دعو قال إحنا منهجنا نقول الحقيقة نقول له هاي مشكلتك واحد ثانية ثلاثة وأنا أعتقد التنوير الحقيقي يبدأ من هذه الملاحظة أن نقول ما لدينا نقول الحقيقة كما بعد ذلك نجد الحلول نعالج الموضوع نرى وهكذا هو هذا مفهوم فينامولوجيا أيضا إلى علاقة فينامولوجيا هو بس بن قسين عشان كده هو الحضارات أو الناس بترتقي لما بيكون في قدرة على المصارحة والجو العام يجب أن يسمح بالناس بأنها تكون صريحة لكن أنت لو قطعت الألسنة وأكبرت الناس على النفاق خوفا من العواقب فهنناقش إيه إذا كان كل شخص بداخله بيحتفظ بيهل نفسه ويخاف يقوله فأنت بتناقش مين على إيه إيه في الفعل عشان يبقى نقاشي لازم أنت تتكلم بصراحة بس طبعا نحن نفرق ما بين الصراحة وما بين الأهانات الشخصية والسباب الشخصي والكلام هذا كله الملحط اللي أحيانا في ناس يعجبهم لأن من زمان الناس تحب المجلات الصفرة وقصص الحوادث وفلام آل إيه وشتم ويحب الشتي مهم الناس دي ناس حسالة زي الناس التي تتبنى السب والقصف في الآخرين وده بعيد كل البعد عن التنميم لكن النقاش الفكري يجب أن يكون صريح وواضح بدون خوف والذي خاف يسكت أولا مشكلتنا الذين لا يسكتون الذين ينافقون ويحاولون أن يطمطمون الأشياء ولا يذكرون الحقيقة وبعد ذلك يقاتلون من أجل كتمان أو التغطي على حقا والنتيجة تكون بحجة التوحيد للجماعة والحرص على درء الفتنة كما يقال نحن بالذلك يتحول المجتمع بأكملة أو جماعة البشر إلى أقطاب متنافرة متعكسة لا أحد يعرف الحقيقة كل الواحد منهم يكذب بطريقته ونتيجة يكون هناك الحجة التي تقوم عليها هذا الطمطمة والتغطية أو المداهنة والنفاق بحجة الجماعة تتشتت الجماعة وهذا حاصل في حياتنا تجد الفرقة الواحدة تنقسم إلى 20 فرقة وكل فرقة تنقسم إلى 20 وهكذا تجد خلال سنوات عشرات الفرق المتصارعة المتذابحة بما بينها وكل يدعي أنه الفرقة الناجية هذه نتيجة لماذا يصبح لأنه أصلا يعني مشتتين وليس موحدين بحجة إله واحد وقانون واحد ومصير واحد تعاطي الكذب يقود إلى تبرير الدياثة والقوادة ثاني لا ما حبيت أقولها ولكن العنوان هيك المهم صفحة 41 يقول إذا تعانق الكذب مع العدام الضمير المزوغي فإنه سيعطينا أيضا تصرفات مخلة بالأخلاق الحميدة وسيقود إلى أعمال دنيئة ومتهورة ورذائلة جمة مثل القوادة والدياثة والخيانة الزوجية وعدم الغيرة على العرض أو العرض أنها تصرفات هاتكة لكرامة الإنسان ومخلة بالاجتماع البشري ومستهجنة وغير مقبولة لكنها لا تقبل مرتين إن كانت صادرة عن رجال الله كما يسمونه ولكن إبراهيم قدم زوجته على أساس هذه الغاية بالذات ولم يفكر في صون عرضه ولا في حماية شرفها وإنما في الحفاظ على حياته الخاصة بأي ثمن كان وما أدراه أنه لو قال الحقيقة لفرعون لما تجرأ على المساس بإمرأته ولا احترم رباط الزوجية وهنا لا بأس من الاستئناس بالصفحات الرائعة التي كتبها بيار بايل في مقال بأنوان سارة ومقال أسنيديونوس في العربي مكتوب ما أعرف بالأفضة يقول افعلوا ما شئتم هذه الرواية هي برهان على أن إبراهيم خشي الموت أكثر من عار الخيانة الزوجية وأنه أبعد من أن يكون زوجا غيورا يعني أن إبراهيم كان يخشى الموت أكثر يعني فضل الخيانة الزوجية على الموت لذلك يقول أنه من الغريب المزوغي نقرأ هذه التبيرات اللي يعني شخص كاتب اسمه كريزو كريزو ستوم دافع عن إبراهيم وهذه يتذكرنا طبعا المزوغي أدى إشارات طريفة أحيانا يقول هذكرنا بالرياضة الروحية اللي يتحدث عنها الشعراوي بخصوص حادثة الزيت فيقول يعني نفس الطريقة هو حاوله يغطون على الموضوع أنتم تعرفون يقول كريزو ستوم دفاعا عن الموضوع إبراهيم أنتم تعرفون لا شيء أكثر إيلاما للزوج من رؤية زوجته مشتبه فيها أنها كانت تحت سلطة رجل آخر ومع ذلك فأن هذا العادل ويعني إبراهيم بدل قصارى جهده لضمان اقتراف فعل الزنا يعني يعني يقول بايل المؤلف الذي كتب كتاب سارة يقول كنا ننتظر بعد هذه الكلمات أن يعني قال أنه فعل فعل الزنا ويعني فيقول كنا ننتظر إبراهيم يعني يعني يؤيب هذا الواعظ على إبراهيم هذه الفعلة الشنيعة لكن نرى العكس من ذلك ماذا يفعل هذا الواعظ يغدق عليه مدائحة جمة ويثني على شجاعته وحصافته يخصد النبي إبراهيم على شجاعته التي جعلته يتغلب على مشاعر غيرة وسمحت له بالترخيص لزوجته بمثل هذه الأشياء على حصافته التي دلته على هذه الوسيلة الآمنة لاتقاء الحرج والمخاطر التي كانت تحيط به يعني يعني هو تغلب على مشاعر الغيرة بداخله بحيث سمح لزوجته بأن تذهب إلى تحت رجل آخر فهو يقول بالعكس هذا استطاع التغلب على مشاعره لا بأس أيضا يقول هناك عبارة ما أقدر أقولها أيضا هذا الواعظ نفسه يقول يعني يذكر أمثل البزوغي كيف يتم قلب الحقائق وتغطية على أمور واضحة لا تقبل الشك يعني واضح تقدر علاقة بالأنوان كتاب فينومنولوجيا الظاهراتية هي تتناول الأمور بهذه الطريقة أنه تترى الأشياء كما تعزل كل شيء عن كل منطوياتك أو تجاربك الخاصة عن الموضوع المعين أو الخاضع للدراسة هنا طبعا صفحة 44 يتحدث عن يعني تسمية كذا إبراهيم بالعادل وقال أنا أشفق على المسيحيين الذين يتهكمون على المسلمين الأرهابيين يقصد دواعش بسبب ما يسميه جهاد النكاح ولا يرون أنه كذا ما في دائعة فرحة العبارش ويقاسي على كل هذا أصل إلى صفحة 45 تقديم أيضا يعني يذكر أيضا إشارة لتقديم بعض الدوائش في سوريا زوجاتهم للدوائش والتمتع بهن هذه المسيحيين يقول عندما أقرأ موعدة هذا الواعظ الذي يدافع عن حادثة إبراهيم مع سارة ومع أبي مالك والفرعون يقول تذكرت فيديو الشعراوي الذي يبرر فيه الدياثة عندما موضوع تبني زيت وكيف كيف تحول إلى ديوث هذا يعني زيت هو بتعبير المزوغي وقدم له زوجته هدية فهذه بالنسبة للشعراوي كانت ترتيبا بتعبير الشعراوي كانت ترتيبا ربانيا صرفا لابل بعبارة الشعراوي رياضة إيمانية بين كل من سيدنا رسول الله ومولاه زيد وابنة عمته زينب فقد جمعتهم الثلاثة رياضة إيمانية كما نقول نحن الآن فلان عنده روح رياضية هاي كلام الشعراوي يقول هكذا تحولت الدياتر بتعبير المزوغي إلى انقلبت إلى روح رياضية وتحولت هذا يعني يعني يقول في عرف الشعراوي أن النسان يتقبل الهزيمة بروح عالية بدون عدوات أو أحقاد فلقد نصاعد جميع لأمر الله بهذه الروح الإيمانية هنا الآن موضوعة الأفة وقانون الأفة وأوغستين أذكركم موضوع أوغستين يقول أيضا أوغستينوس برر كذب إبراهيم وأوغستينوس كما تعرفون من هو في التاريخ المسيحية يقول برر أيضا كذب إبراهيم ولم ينسى رذائله الأخرى فأخذ أيضا يبرر تفسير العضة الجبل العضة الجبل الشهيرة للمسيح سيد المسيح يقول ينصح الزوج الأمين بألا يطلق امرأة خانته وتقبل البقاء معها وفي موضع آخر أوغستينوس يعلق الحكم يتظاهر بتعليق الحكم وبعدم اتخاذ رأي قاطع بخصوص الخيانة الزوجية يقول قد تطرأ ظروف تضطر فيها المرأة بموافقة زوجها ولمصلحته للقيام بذلك أي أن تمارس الجنس مع شخص آخر والأوغستينوس حتى يبرر هذا الموضوع روى حكاية جرت في أنطاكيا منذ خمسين سنة تقريبا يعني في أهد الامبراطور كونستانس القصة كان هذا محافظ ويطلب واحد فلوس وهذا ما عند فلوس وذلك أقسم لبأغلظ الأيمان أنه ما يقدر يعني يدفع فبعد ما يقدر يدفع هذا المبلغ فأمر بحبسه وأدامه إن لم يدفع ما عليه خلال موعد محدد امرأة هذا الرجل ماذا فعلت تحاولت أن توفي له دينة لكن لم ينجح هذا الأمر ذهبت إلى أحدهم قال لها يجب أن تسلمي تسلمي لنفسك فقالت للمهم أن أخل الزوجي طبعا يستأذن الزوجها قالت لها ما عندي حال آخر غير أنه أضحي من أجلك وهذا واحد يعني أنطي نفسي علشان يعني يعني شو بألاقة حب لطيفة بيناتهم فالمهم هذا الرجل ونام معها لكن غافلها قبل أن تذهب وبدل الكيس النقود بكيس من التراب فانكشف الموضوع ولم تحصل على شيء هذا المرأة المسكينة فاضطرت إلى أن تخرج في وسط المدينة وتصرخ بعلى صوتها هذا ما حصل معي وهذا كذا فبعد ذلك حاكم المدينة قال أنا ارتكبت شر كبير ويجب أن أخبر أخطائي فعفو عن الرجل وخرجه الشاهد بالموضوع أن أغسطينوس اعتبر هذه القصة نوع من التغطي على ما فعله أبراهيم وبعد ذلك أيضا استشهد أيضا بإشارة المسيح بأنه مع الموضوع أن الزوج الأمين ينصح بأن لا يطلق امرأة خانته هذا من كتاب أغسطينوس أغسطين عضة الجبل الأسقف يوحن الحلو دار المشيخ سيد صادر 2017 صفحة 47 يقول بيار بيار بايل 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 أو بايل بايل يقول يستغرب موقف أغسطينوس من هذا الموضوع يقول يعني يقول مدهش جدا لماذا يتخذ أغسطين هذا الموقف ينبغي كان ينبغي على لاهوتي مثل هذا القدير من هذا النوع أن يعلم أن حياتنا هي ليست إلا هبة ظرفية وزائلة لا يجب أن تكون ثمينة إلى درجة تبدو لنا مستحقة للخلاص باقتراف المعاصي يعني حياتنا أثمن من أن نرتكب المعاصي يعني وأصلا أنت الإنسان خاطئ فأنت تجي ما جدول خلاص أذن خلاص من ماذا ويقول بأن بما أن هذه المعصية هي خطيئة تخضعنا لعذاب أبدي وبما أنها شر أخلاقي ينتهك حرمة كائن أعلى فليس أقل منافات للحصافة والعقل السليم أن نفضل اقتراف المآثم على فقدان الحياة لا أقول شيئا عن هاوية المفاسد التي تشرعها من جميع الجهات تحت أقدامنا إذا قيل لنا أن شيئا ما هو جريمة إذا فعلناه دون وجود نية إنقاذ الحياة لكنه يصبح بريئاً عندما نفعل ذلك لإنقاذ حياتنا فيقول ما معناه أنه عندما نفلت من العقاب علينا أن ننتهك قانون الأف حتى نتجنب الموت ويشير المزوغ إلى أن هكذا يفكر أصحاب الحياة الفقهية لماذا لا تصلح هذه التعلّة للترخيص أيضاً للقتل أو السرقة أو شهادة الزهور يعني إذا إذا إحنا بررنا هذا الموضوع فإحنا ممكن على أي شيء يعني يعني ضاعة يعني ما عندنا أي ملظومة أخلاقية ثابتة يقول طبعاً يشير إلى القديس بولوس يقول ليس من الصعب علينا أن نعرف بأن القديس بولوس لم يدعي أن الزوجة يمكنه أن يوفر جسد زوجته لصالح ثالث أو رابع عندما قال القديس بولوس قال أن المرأة ليس لها سلطة على جسدها وأن هذه السلطة هي لزوجها ومع ذلك ترى القديس أغسطين يحتار أمام كلام الرسول ويركيز على التمييز بين أمر الزوج والاعتراف بالسلطة الزوج ماذا يقصد أن المرأة الرجل ليس لها سلطة على جسدها المعنى أنه ممكن الرجل أن يستخدم هذا الجسد حسب حاشته يعني سواء النفس أو يتبرع به لآخرين هذا المعنى الضمني للموضوع فيقول المزوغي تعليقا على هذا يقول ليس لديه ما أضيفه على بيار بايل بيار بايل تفتح تفتح تحت أقدامنا هاوية الرذيلة والفساد الأخلاقي بجميع أصنافه وقادرة أن ترخص القتل أو السرقة أو شهادة الزوج وما إلى ذلك من رذائل فيقول غير أني لا أعرف نفسي ملاحظة أن مثل هذه الرذائل موجودة ومقننة ومشرعة في العهد القديم نفسه وفي الجديد والقرآن أيضا وأن كل الشراعي مستمدة مستمدة من هذه الكتب لا تمانع من الانغماس في الخلاع والفسق والمجون يكفي أن تحور أسماءها أو تلقى على كاهل الإله أو تجد فقهاء يضررون ومفسرين يؤولون الكلمات خارج معانيها الأفصل هذا كلام قاسي لكن الناقل أكرر لا كاتب الكفر بكافر ولا ناقل الكفر بكافر حتى لا يسعى الصديق يعني كاتب الكتب وصديقنا المزوغي المهز السانة بعد ناء قليل وخلص هناك عند جولة في دهاليز هناك فقرة يشير لها المزوغي في هكذا تكلم زرادشت يعني يستهين بقيمة العفة بصيغة مقرفة كما يقول مزوغي مؤتبرا أن العفة هي رذيلة ومثاله في هذا مثاله هو الإنسان بلا كرامة ومعدوم غير على عرضه الذي يسخر من العفة ويسأل لكن ما هي العفة أليست العفة حماقة أو حمقا بتعبير نيشي الفصل الثاني من الكتاب فأنوان الجولة في دهليز أكاذيب الأنبياء أنوان الفرعي الأفضل قولي الحقيقة وهو إبراهيم كذاب ومتاجر بزوجته مقال سارة نفس بيار بايل يقول يصل إلى نفس الستنتاج أنه واحد اسمه كاتب فاوست المانوي اسمه يقول من دون شك نحن أمام سلوك رجل يعني مش ولابد معنا ما أقول الكلمة لأن صعبة هكذا يسميه فاوستوس وأغسطين بسبب تحكم عقيدة قدسية التوراة لدى أغسطين فهو يأتي بأغرب المعاذير وأكثرها تهافتا لإنقاذ هذا المعتقد بل أبدأ استعدادا حتى لتبرير الزنا والقواد حفاظا عليه لذلك اتهم فاوست بعدم فهم آيات الكتاب لأنه أدانها وآدانها لعدم فهمها هذا بايل أيضا يصل لنفس الاستنتاج الذي وصل إليه فاوست المانوي وقال صراحة أنه لا يمكن تبرير إبراهيم في هذا الصنيع ولا يمكن حتى التواري وراء درع نظرية الالتباس الحبيثة ويضرب أمثلة على هذا الموضوع هنا أيضا يصل إلى كالبين يعني أيضا ينال من الحصة نصيب كالبين اللي هو يعني من الكالبينية معروفة يعني اللي ظهر مع لوتر فترة لوتر والبروتستانتية بالضبط يقول كالبين ماذا يقول يبدو أنه ثمة شيئا من كذب ممزوجا بالخداء أوقع فيه زوجته كما يقول بيار بايل في هذا المقال الموثق لكن حتى وأن تدرع بعد ذلك بأنه لم يكذب ولم يخدع ولم يقل شيئا غير مطابق للواقع فهذا لا يمنع من أنه اخترف رذيلة كبرى يخصد إبراهيم لعدم حرصه على تجنيب زوجته ممارسة الدعارة بروستيتيوتين بروستيتيوت باللاتين اعتقد هذا ذلك لأنه بإخفاء علاقة الزوجية فقد جرد أفتها من الحماية المشروعات إلى حد الآن يمكن مصادق على كلامها هذا الكلام ولو أنه واصل طبعا هذا كلام كالبين يقول هذا يعني انتقد موقف إبراهيم لكن المزوغ يقول لا هذا الاستشهاد أنا ما يكفيني فأنا أتأكد بالضبط ماذا قال كالبين يقول بعد هذا الكلام نجد كالبين ينقلب انقلابة كاملة ويوجه الأصابع الاتهام إلى مجموعة من الأشخاص دون أن يسميهم يقول فقط أنهم كلاب نابحة تنتهج الفرصة للنبح ضد الأب القديس بالقول أنه كان بين قوسين لزوجته لونم فوزا ما أعرف باللاتيني وأنه لكي ينقذ نفسه لم يرأي الأخلاق وضحها بأفتها وبشرفه وشخصه يتهم دون الكلاب النابحة بأنهم أساء يعني هي قصة موجودة هم يعني ما أعرف يعني كيف واحد يقول مثل كل الدفاعات المؤمنون طبعا هاي موجودة هي كيف يدافع المؤمنون عادة مواقف من هذا النوع المحرج يزيحون الله من اللعبة يقول المزوغي ويقصونه من الحدث ثم بعد أن تلملم أفكارها وتقدم شبه براهين تعد إدخالها في آخر المطاف مؤلنة انتصارة يعني طبعا كالبين يقول من سهل نقض هذا الافتراء السام والبرهنة على أن إبراهيم كان يسبو إلى غاية بعيدة المهم حتى اختصر وبعد ذلك 62 أخلاق الكذابين الدعارة الحلال ويقول بعد ذلك في صفحة 60 حتى لا يتهمنا اليهود والمسيحيين بأننا متحيزون لدينا على آخر أو أننا مغرضون سنتناول موضوع الإسلام يقول أيضا وحدة يقول بأن في صدر الدعوة قال لا يوجد ما يمانع من تزنى أمرأة تزنى أمرأة الرجل أو تزنى أمرأة الرجل لأن كان هناك بعدما يأجون من غزوة مع الرسول كان ينصح الصحابة بأن لا يدخلون بغثة في الليل على نسائهم وحصلت حادثة مرة أنه دخلوا هكذا ووجدوا أحد النساء أحد الرجال وجد زوجته تحت رجل آخر فقال أنه هذا الموضوع يبدو منتشر ذلك الزمان وموجود يقول قال لا تطرقوا النساء حديث تبوي هذا ولا تختروهن يعني لا تفاجؤوهن تفاجؤوهن وبعث راكبا إلى المدينة يخبرهم أن الناس سيدخلون بالغدات طبعا يذهب إلى سورة البقرة يتحدث عن موضوع الطلاق يقول الطلاق الآية 220 الطلاق مرتان فامساكن بالمعروف أو تسريح بإحسان فانطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويقول المزوغ معناها أنك إذا حدث وطلقت زوجتك ثلاثة بالثلاث يجب عليك أن تشتغل بين قوسين وتهب امرأتك صاغرا وراضيا مرضيا لرجل آخر يمارس معها الجنس ينكحها أو يقضي منها وطرة وأنت تتفرج دون أن تنبس ببنتي شفا ثم بعد أن يشبع منها جنسيا يعيدها إليك كخرقة كالخرقة هذا كلام صفحة واحدة و و يستشد بحديث لعائشة سؤالت عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها قالوا لها أتحل لزوجها الأول قالت لا حتى يكون الآخر قد ذاقت من أسيلتها وذاقت من أسيلتي يعني لا بد أن تدخل بها يعني لا بد أن تدخل يعني هناك أيضا كلام عن جاءت امرأة رفاعة القرضي شاكية حالها للنبي فأخبرته أنها كانت زوجة رفاعة ورجعت وصارت إشكال قالها لا بد أن تعود يعني هذا الحديث هو سبب تشريع هذا القانون أنه قدما أنت اتطلقها ثلاث مرات لازم تمر على شخص آخر حتى ترجع لك ولا بد أن يدخل بها وهذا قانون موجود يعني لحد الآن ساري المفعول ولله الحمد فيقول يعتبر هذا انتقام يعني انتقام من المؤمنين ومحاولة لإذلالهم ويعني شيء اعتبره بشع يعني أنه تعاقب رجالك ومؤمنين بهذه الطريقة هو نوع من الإذلال لهم وأيضاً هناك يتكس سورة النور آية 33 وتبهر التقرار لموضوع الدعارة وحتى إن بدأها بأداة النفي لا ويقول وعلى كل حال فأن النهي مشروط بإرادة التحصن لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ولكن يتساءل المزوغي أردنا أم لم يردنا فإن الأرغام جائز في كلتا الحالتين فمعنى هذا أنه أي واحد يرغم ابنتها أو أمه أو أختها على الدعارة فلا جناها عليه ولا تثريب بل أنه سيوعد موعود بالمغفرة طبعاً بعد التقاعد بتعبير المزوغي ما مخصود التقاعد يعني تقاعد من العمل يخصد أنا مليش دعوة هنا حديث يعني قادم يبط يكو زباين نتوب مغفرة مغفرة موجودة طبعاً هي قوايا أخلاقية يعني يعني فيها فيها آراء كثيرة يبقى بشر بشر يعني ما ما يكون يعني ننظر الأمور بطريقة مقدسة يعني زيادة لكن ناس وبشر يبقون بشر يعني حتى لو بكتاب مقدس مذكور هالشياء يعني لابد أن ننظر بعين البشر ولا نقدس النصوص بهذه الطريقة وبعد ذلك نتحدث إشكالات يعني هذا موضوع بعد ذلك ضمن ملاحظاتي على على المنهج الكتاب وطريقة التناول أيضا حتى أختم أيضا هنا يشير إلى مسألة مهمة زواج الرسول مثلا أيضا موضوع لوت كيف قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ويقول أن هذه الآية الهجذور في التوراة أنه كيف قدم لوت بناته إلى الزوار الذين أتوه وقال طالبوا بالغلماء بالرجال وقال لهم هذه بناتي يعني بعدها يعني بواكر وقدموه قد تحلو بله هاي موجودة في التوراة سفر التكوين 19 آية 8 إلى 9 قال هي نفسة بالقرآن قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم بالتوراة قال لا تفعلوا شرا يا أخوتي هو ذا لإبنتان لم تعرف رجلا أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحصن في عيونكم في عيونكم يقول هذه القوادة المقدسة أحرجت المسلمين وأدخلتهم في حالة هستيريا ويستشد بالرازي المفسر وقال يقول اكتفى بسياسة بقوسين فيه قولان يقول قول هناك يرى بأن لوط يقصد بناته من صلبه يعني محاولة لتبرير الموضوع وهناك القول الآخر من يرى أن المراد نساء أمته يعني لا يقصد بناته فقط يعني أخلاقي أقول بصيص الأخلاق تغلبت على سلطة النص وهي المبرر الأقوال لتصديه القرآن وتفنيده بصورة مكشوفة قال صفحة يقول هذا المزوغي يقول هذا بصيص أخلاق من قبل الرازي الذي مع هذا لم يسب استنتاجه حتى نهايته بل رقع الآيات وقال وحاول إنقاذ هذا النبي التوراتي من الموضوع بتعبير المزوغي فساق مبررا عجيبا فقال أن عدد بناته أقل من أن يوفي العدد الكبير للأوواش وبالتالي قدم لهم بنات شعبه وهو أن وهو أنه قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فيعتبر بنات اللواتي من صلبه لا تكفي للجمع العظيم أما نساء أمته ففيهن كفاية للكل معنى تبرع بنساء الأم لأن هذول أبواش كثير عددهم كبير يعني فلي مشكلة بقية الرعية النساء الرعية مش مشكلة هنا يتساءل المزوغي يقول من كتب هذا النص يتساءل عن هوية كاتب القرآن وعن ملته في أي مجتمع كتب هذا النص ومن هم المخاطبون إذا قيل أنه عربي والمخاطبون أيضا عرب أقحاح نقول هل يجرؤ شخص عاش في وسط عربي صحراوي التصرف بكل هذا التساهل مع العرام هذه صفحة 64 طبعا بعد ذلك يتناول موضوع الفاعل والمفعول حادثة الزواج محمد من أمرأة ابنه بالتبني هذا فيها كلام كثير ماكو داعي ذكره هنا يشير إلى قضية استغربتها طبعا أول مرة ما نسمع بها يقول ابن إسحاق سقط في السفاهة أم نتساءل أم أن الآيات هي التي وفرت له المعطيات الأولى لهذه السفاهة يقول هناك آه قبلها يهاجم هشام جعيط ويسميه بهذا المؤرخ الإسلاموي المتخفى المتخفي ما شاء هو ما مقصر مع هذا المزوغ يعني يعني هو رأيه لا بد أن نحترم آراء لجميع وأن نكون شجعان في تقبل آراء رغم قصاوتها وعلينا أن نعالجها ليس نعالجها بالترقيع والمداورة والمناورة إنما نحن في عصر آل مفتوح والمعلومات مفتوحة لم يعد هناك مجال للالتفاف على أي شيء نعالجها كما هي وخلص ولا يحدث ما يحدث نخسر ديننا نخسر تاريخنا نخسر تراثنا لا بس نربح الحقيقة نربح الوضوح نربح الشفافية نربح أن نقيم حياتنا ومستقبلنا على أسس صحيحة ليست أسس قائمة على النفاق وعلى كذب وعلى الطمطمة وعلى حجة أنه الوقت غير مناسب لا دائما الوقت غير مناسب لأنه هذا أمر حجة أصبحت باهتة وسمجة الوقت غير مناسب لا يقال هنا يتناول الموضوع حادثة الزيت واللي يهمني بها أنه أنه قدما ذكرها القرآن إشارته لشخص أنه هشام إجعيط 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 وأيضا إشارته إلى موضوع أنه الزواج من ابنة العام كما يبدو أنه الزواج من ابنة العام وابنة الخالة لم يكن محللا في الجاهلية يبدو كان محرما على الزواج من بنات العام وابنات الخالة كما هو الحال في المسيحية التي استمر هذا الأمر حتى يومنا هذا أتى القرآن وحذف هذا التحريم بآية معروفة فالأمر يعني الانتقاد هشام جعيط يقول رغم هذه الآيات التي تحدث بزواج الزيت من أمر ابن الرسول بالتبني يقول يأتينا المؤرخ الإسلام والمتخفي هشام جعيط لكي يستنكر على ابن إسحاق بل ويتهمه بالسفاهة لأنه يصور النبي في المدينة متلهفا وراء الجنس بس لحوة طب في انتظار عودة صدقنا بس هنا في ملاحظة المسيحية مفهاشي ولا حتى في التوراة في إشارة إلى منع الزواج من أبناء العم والخالب بل في مثل في اللويين مثلا 18 بكده يتكلم على أنه لا ينفع الشخص يكشف عورة عمه أو خاله أو الوحدة لكن انقسمت اليهودية فيها فريقين في فريق هل أنه يمكن أن الواحد يتجوز بنت أخته أو بنت أخه دولا كانوا الفريسيين كانوا بيعملوا كده حتى عشان يوحن المعمدان لما وابخ هيرودية وابخها على أن هي لا يجوز أن هي تتجوز من أولاق أخيه فيلوبوس لكن ما اتكلمش على أن فيلوبوس يعتبر عمها دي ما فيهاش مشكلة بينما الأسينيين كانوا بيحرموا بالقياس أن زي ما الواحدة ما ينفعش يعني وحدة يتجوز بنت أخته أو بنت أخي زي ما ما ينفعش أن فيه واحد يتجوز عمته بالقياس يعني لكن أولاد العم وأولاد الخالة ما فيش تحريم بينه ولكن في الغرب ده من باب العادات مش من باب القوانين المسيحية أو اليهودية دي العادات في الغرب بيمنعوا بيعتبروا الإبن العم وإبن الخالة وإبنة العمة كلهم دول كانوا إخوات فهما يستبشعوا جواز أولاد العمومة وأولاد الخالة دي من العادات مش من التشريع أنا بس حبيت أقول كده على أساس أنك أنت مكنتش موجود لكن الوهم هو هذا الفكرة يقول يقول لأنه استنكر على ابن سحاق لأنه يصور نبي في المدينة متلهفا وراء الجنس لكن هذا المؤرخ الإسلاموي بتعبير المزوغي يريد أن يغطي عين الشمس بغير بال كما يقال حيث يتناسي الآيات القرآنية التي تحلل للنبي كل ما يشهيه من النساء بما فيهم امرأة مؤمنة وهبت نفسها له لكي يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين يعني هشام جعيد بينكر يعني بيسفه من ابن إسحاق عشان يبر محمد نعم هذا هو يدينه بيقول له يعني يا أخي المؤرخ الإسلامي تعبوا تعمل ايه في الآيات القرآنية سهل جدا انك انت تسفى اي واحد وتسفى اي حديث عشان تجد مخرجا اخلاقيا وتنفي الرواية ولكن المشكلة ان الرواية دي مش جاية على لسان ابن إسحاق من فراغ ولكن حتى لو مش موجود ابن إسحاق في الآيات القرآنية وبيقول لك وامرأة مؤمنة اذا وهبت نفسها والكلام ده كله هو بعد هو يتساءل المزوغي يقول يعني نريد نريد من إسحاق أن يتمعن في هذا الكلام وأن يقول لنا هل أن ابن إسحاق هو الذي سقط في السفاهة يعني يقول هو الملفت أيضا أنه هو يستشهد بهذه الجملة الشباقية من القرآن دون أن يستخرج منها أي مغزة ودون أن تستثير فيه أي شك حول قدسية القرآن أخصى ما أوحت به إليه هي استهامات أنتروبولوجية تتلخص القول بأن الزواج من بنت العم أشاعته الفترة الإسلامية فراجى شيئا فشيئا مع الزمان حتى صار ينعت بالزواج العربي يعني هاي تسمية الزواج من ابنة العم والعمة سمي بالزواج العربي من طرف الأنثروبولوجين الآن هذا كلام جعير يقول يسمونه الزواج العربي بينما كان من المحارم في الجاهلية في قريش ونفس الشي يتعلق فيما يتعلق ببنات الأخوال والخالات والعمات الإسلام هو الذي محى هذا العرف القديم بينما حافظت عليه الكنيسة كما أشرته ويقول القرآن بعد أن ذكر المحارم وقد وسع أحيانا وحصر في أحيان أخر قائمتها ودققها وضبطها إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت إجورهن وما ملكت يمينك مما أفعل الله عليك إلى آخر الآية لاحظوا يقول المزوغي كيف قام ببتر الآية تعصفا وصل إلى هاجرنا معك ما كمل بقية الآية يقول قام ببتر الآية تعصفا وأوقف الاستشهاد عند هذا الحد دون أن يكتب الجملة المشينة بتعبير المزوغي وأمرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بل قفز مباشرة إلى آخر الآية قائلاً ويزيد النص المقدس ويزيد النص المقدس في نفس الآية قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم يقول مشاهد أخير المستميط لقرآن لكل الجانعات كذا وهو يفعل ذلك عن طريق جر القارئ إلى تفاهات خارجة عن الموضوع بعد ذلك يستطرد موضوع الجعيط يقول هذا المؤرخ الجعيط الذي رشحته قناة الجزيرة الإسرائيلية كأعظم مفكر عربي لم يصل حتى على مستوى المؤرخين القدامى فهو يفتقد لجرأتهم ويؤدم ويؤدم تحررهم في إرادة الروايات حتى الجارحة قال البزوغي أفضل تعليق على آية وأمرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي هو تعليق عائشة ما أرى ربك إلا ويسارع في هوا وهذا دليل على أن عائشة كانت امرأة واعية وحرة بعد ذلك حتى يخلص حديث عائشة الكذب 75 هل يحق لنا القول يقول عنوان هل يحق لهم القول أن الكذب هو أكبر كبائر وأفحش الفواحش هنا يستشهد بموضوع يلفت الانتباه طبعا يعني بشدة يقول هناك مبدأ بتفسير الراجي من خلال الآية 105 من سورة النحل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون فيفسرها الراجي بهذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش إن الكذب والفرية لا يقدم عليهما إلا من كان غير مؤمن بآيات الله وإلا من كان كافرا هذا تفسير الراجي جزء 20 صفحة 121 إلا أنه نال مفارقة إلا أن الراجي بعد صفحة واحدة من هذا الكلام تكفل بنغض نفسه بنفسه نسي هذا المبدأ وتلاشى حزمه وتعصبه ضد الكذب وأخذ يجتهد لتلميء صورته وأطفائه مشروعية دينية والسبب في ذلك القرآن أن القرآن نفسه بعد هذه الجبلة مباشرة قد نقض نفسه وأباح الكذب والنفاق والغش وذلك فأن جملة القرآن يجب تصحيحها وحتف اللام النافية وتحويلها من جبلة سالبة ونافية لجملة موجبة وتقريرية يجب القول أن ما يفتر الكذب الذين يؤمنون يعني يؤمنون بعات الله وفعلا في تفسيره طبعا حتى يشاهد أنه التفسير الرازي للآية الموالية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والتي تسترني نال قضية التي تسترني من قول الحقيقة حالة الشخص المكره وتجيز له بالتالي الكذب والنفاق يعني التظاهر بالكفر وأستطان الإيمان يعني هي التفسيره ورح بصفحة هذه الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني الآية واضحة يعني مفهومة أنه أنت ممكن تكذب لكن قلبك ويمقى مهم لكن قبل هذه الآية تقول إنما يفتر كذب الذين لا يؤمنوا بأيات الله وعلاك هم الكاذبون يعني مباشرة يعني المزوغي ما يعني نلتقطهم واحدة واحدة ما أعرف طريقته يعني يجب أن الناس المؤمنين عليهم هذا مسؤوليتهم أنه بدلا من هجوم بدلا منها أن يجدوا نحل هذه الإشكالات لكن هذا لا يعني أنه كل شيء موجود هو سيء لا في أشياء صادقة وحقيقية يعني الأديان لا يعقل مليارات تؤمن بها الأديان وهي كلها لا نفعلها إما الكتب حتى إذا كانت كتب بها الإشكالات المقدسة معنات المشكلة بالبشر يعني ليس بالكتب المقدس ولا لم تستمر حتى يومنا هذا فيقول لا ويعني المشكلة تبقى في البشر يعني ليس معنى كده أن الكتب لازم فيها حاجة كويسة عشان كده الناس بتؤمن بها يعني مش عايز يعني محاولة التبرئة والتنصل كده كتير هتبوز الموضوع كله من وقت نظر لا 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 قصدي أنه مثلا بدل ما تدافع عن كتاب أن تقول هذه المشاكل ليس كتب ليست مقدسة مثل ما البشر ليس مقدسين هذا هذا التفكير السليم قصدي فهو السبب هو التقديس هذه المشاكل ما يتكلم على وضع لمقدسات وتأتي بعد ذلك تجد تناقضات ونبدأ نكذب على بعضنا وننافق نقول البشر فيهم إشكالات وأتهم نفس أمارة بالسوء كما بالتعبير الديني ونعترف بالحقيقة هاي الفكرة اللي أنا أطرحها يقول الحال أن الأديان ككل المنظومات الشريرة التي تعيش في الأكاذي بتخلق نفوسا ممزقة وتعمل شرخا عميقا بينما من يحيى كامل عمره في النفاق والتبرير والبهتان والتزوير وبين من يملك قسطا من القيم الأخلاقية الموجهة تمنعه من أعتبار الكذب عملا لائقا ومشوعا هذا الفكرة اللي أنا أطرحتها قالها هاي كلام المزوغ يعني بالضبع حتى أنا أخسر طولت يعني موضوع قوي لكلش يعني يتحدث عن كذبة يسوع صبح 93 هنا قبل هراجي يقول ككل المسلمين الذين ينتقون من الحديث ما يدعم رأيهم ويرفضون ما يفنده استبعد هذا الحديث لدوقه الخاص وقال أن يضاف الكذب إلى الرواة أولى من أن يضاف إلى الأنبياء أي حديث بالضبط المهم لماذا يقول لأن الوحي سينهار وسينكشف الأنبياء على ما هم عليه أي ما معناه مجموعة من الكذبة وأن كل ما نسبوه إلى الإله هو محظ افتراء وتدليف وبالتالي وحيهم وتعاليمهم وكتبهم وإلههم في أدراج الرياح بعبارة الرازي لو جاز أن يكذبوا لمصلحة ويأدنوا الله فيه فلنجوز هذا الاحتمال في كل ما أخبروا أخبروا عنه وفي كل ما أخبر الله عنه يعني إذا نجزنا كذبة هنا وهناك معناته ممكن نجيز على كل شيء فما بقى الشيء الرازي يحتاج على هذا الموضوع يقول له هذا شيء غير معقول فماذا النتيجة شنو يعني مشكلة الرازي متورط المفسر ما يعرف كيف يحلها يقول لا لا يجوز لكن بعد ذلك النتيجة شلون هذا المشكل يقول لأنه يجب أن نحسمها لأن هذه معناته إبطال الوثوق بالشرائع وتطرق التهمة إلى كلها يعني إذا كذبت هنا وهنا وهناك معناته ممكن كل شيء يطلع كل شيء في كذب لكنهم هنا يشير المزوغي لكنهم كذبوا وعلموا أتباعهم الكذب وبالتالي فإن استدلال الرازي يجب أن يحور من الاحتمال إلى اليقين ومن الافتراض إلى التأكيد فنقول الله غير موجود حتى يأذن للأنبياء بالكذب فهم كذبوا بمعض إرادتهم في كل ما أخبروا عنه وفي كل ما نسبوه إلى الله وهذا كافل ليجعلنا لا نثق بالشرائع ونتهمها كلها بالزور والبهتان التمر الحلوة التي نجنيها من هذا الاستدلال الصحيح هو انهيار الأديان التوحيدية بالكامل والتخلص منها ومن شرور أنبيائها الكذب بتعبير الكذبة بتعبير المزوغي يقول هكذا فعل المسيحيون مع كتاب الأناجيل فهم ينطلقون من مسلمة الوهية المسيح ومنها ينتقون المعاني وتصرفون فيها على مذاقهم إلى درجة تحريف النصوص ذاتها ونكرانها بل واتهام كتابها بالتجذيف والمبالغة والتلفيق أو المبالغة والتلفيق خذ مثلا يضرب مثال هذا أختم بي أنا مثلا في إنجيل يوحن الإصحاح السابع حيث يقول يسوء لتلاميذه أصعدوا أصعدوا أنتم إلى العيد فأنا لا أصعد قال يوم هذا وبقي في الجليل لكن بعد ذلك ماذا فعل صعد بعدهم لا في العلانية بل في الخفاء النص اليوناني يحمل كأن في الخفاء يعني كأنما في الخفاء هو وصل يعني يقول لما تهمنا التفاصيل المهم أن يسوع كذبة يقول هذا المهمة يعني بالحدث أنه اليسوع اللي هو الإله أو حتى هذا كان نبي بالتعبير الإسلامي هو كذبة يقول رغم هذا يجي أغسطين كالعادة يبررها بطريقة عجيبة لا تريق إلا بذهن لاهوتي كذاب حيث يقول أن تصرف الرب على هذه الشكل ليس بلا علة والعلة هي أنه أراد أن يعلمنا حقيقة غامضة جدا يعني نشوف شون لفها أنه أراد يوصل حقيقة غامضة جدا ذهب في السر متخفيا معنى أنه تفادى الظهور للجبهور علنا في هذا العيد لماذا بتعبير أغسطين لأنه هو نفسه كان في السر وروح ذلك العيد أغسطين صفحة خمسمائة أربعة وسبعين أو صفحة أربعة وسبعين بالكتاب ثم قال أشياء أخرى بلا معنى أغسطين يعني ودخل في حالة هستيريا فضيعة بتعبير المزوغي وأخذ يمارس الرياضة المفضلة قد المسيحيين في تلك الفترة وهي إحالة كل أقوال لأهل القديم على يسوع المسيح والتعسف التأويل على كتاب لا يعرفون حتى لغته الأصلية ويقول لكي أختم هنا حول كذبة يسوع في يوحنى أقول أنه لم ينجى من الوقوع في الحيرة وربما في البلبلة إزاءها حتى مفسرين محدثين حيث يذكر العالم شار بنيه سانجليه في كتابه جنون يسوع الكتاب علوانا جنون يسوع أن بول ديريقلا يرفض الاعتقاد في أن يسوع كذبة حتى وأن جاء ذلك حرفيا في الإنجيل يقول أصابته نوبة ذهول عنيفة وشبيه بالنوبة التي تنتاب العلمانيين العرب الذين يريدون المحافظة على شعرة الإسلام ولكن القرآن يأبى إلا أن يعنف أرواحهم وسيرة محمد تزيد في تكسير أمالهم فقال أن يسوع كان كبيرا جدا كان يحمل في نفسه الكثير من الإيمان بنقاء عمله حتى يتسنى لنا أن نسلم للحظة واحدة أنه كان في مستوى مواطنيه الذين صنع من أجلهم هذا المثل وما زال راهنيا في سوريا الكذب هو ملح الرجل عبارة على كل حال أيضا يشير إلى رينان يقول أيضا مع الأسف هذا الكاتب العملاق الكبير أيضا اضطر إلى تبرير الكذب والدجل والتزوير لشخص يسوع يقول المزوغ كان على رينان أن يعلم أن هؤلاء الأنبياء أكلونا بأكاذيبهم وأنهم تسببوا في حروب طاحنة في مشارق الأرض ومغاربها وسفك دماء على مدى ثلاث آلاف سنة وحطموا حياة أجيال بأكملها وأنهم من المخجل أن يتحدى البشرية المقهورة بدل أن يقشع أوهام الدجالين وأكاذيبهم مؤسف جدا أن يقلب التهمة ويقول النجاني الوحيد في هذه الحالة هو الإنسانية التي تريد أن تخذع يقول هذا كلام غير مسؤول وخطير للغاية هذا بعد ما عندي شيء يقول واجبنا تصدي لهذه الأكاذيب القاتلة و ضد إلا أنها ضد ويجب أن لا نستهتر بمسألة الصدق والأمانة وهذه مسألة يجب أن تكون أساسية وبعد ذلك أختم 99 هذه حتى بعد ذلك عن عقوق الوالدين رح أخليها لأخليها قسم آخر لأنه طويلة جدا صارت لأنه يقول العظيم دولباخ يعبر عن هذه الفكرة قول أن الإنسان الذي يكذب أو يخدع أمثاله فهو يخون المجتمع الذي يعيش فيه ومن يخفي الحقيقة ويرفض وضعها للصالح العام فهو عضو عديم الفائدة ومن يعيق توصيل الأفكار الحقيقة الحقيقية هو عدو للجمهور منتهك فضيع للنظام الاجتماعي طاغية يعارض سعادة البشر ولكن ولكل الذين يخشون الحقيقة ويفضلون التوري والمراوغة فأن دولباخ يرد بأن الحقيقة كلها خير ومنفعة فيترياق الناجح لأمراض البشرية المزمنة لذلك فأن في الحقيقة وفي الحقيقة وحدها يقول دولباخ يجب أن نبحث عن وسائل التي تضاعف الخيرات والكثيرة ببعاد الشرور عن المجتمع فأكتفي بهذا ويشير أيضا إلى كره الأقارب في الفصل الثالث ونتركه إلى فرصة تمام شكرا لك نتكلم عن عبوق الوالدين في الحلقة الجاية أنا كان لدي تعقبات كثيرة جدا بس طبعا ما فيش وقت فمش راح أذكرها ابتداءا من معنى الظاهرتية في مقابل الفلسفة الوضعية لأوغستي كونت ويعني إيه ظاهرتية وليه ظاهرتية لما نقول فينمونولوجي الأنبياء إيه المقصود بيها فيعني أنا كان عندي تعقيب على الموضوع ده بالإضافة يعني لكل النقاط اللي أنت تكلمت فيها ولكن مش هيبقى في وقت فقط هنا هو مثلا في الأخ فري بيقول لا توجد حقيقة بل تأويلات هي دي الظاهرتية إن إحنا لا يمكن أن نصل إلى حقيقة الشيء في ذاته ولكن إحنا فبالتالي ما نقدرش نقول إن دي حقيقة مطلقة وربما ده ولن ما كنتش عايزة تكلم عن الموضوع ده هو ده من الرجل الأنبياء يعني إحنا مش بنتعامل مع الأنبياء إحنا ما نعرف الأنبياء إحنا الأنبياء بنعرف الكتابات اللي جاتت عنهم فإحنا بنحل للظاهرة دي إيه حقيقة الأنبياء في ذاتهم اللي عاشرهم أو يعرفهم يقول كذلك بالنسبة لله يعني على أي حال الموضوع ده ممكن موضوع لا توجد حقيقة بل تأويلات أعب هي دي الظاهرة هي أن نحن بنأول الأشياء ولكن لما نقول حقيقة هنا هو ما برضو يعني برضو اللغة يعني لو أنا مع الأستاذ منصور دلوقتي إيه حقيقة الأشياء هقول أنا مع محمود ما أنا مع منصور تقول لا ما فيش حاجة يسمع حقيقة ما يا جماعة بالرح يبدو يعني ما تقدرش تقول أنه كل حاجة نسبية خلاص كل حاجة نسبية تمام الفينومولوجيا مو بس هي يعني لا توجد حقيقة بالتأويلات وأن الموضوع هو أنه كل ما نفعله هو لن وصولها لحقيقة مستحيل لكن هو الفينومولوجيا هي منهجية هنا هو منهج وفلسفة أيضا فهنا الفرق بين التحويل المقولة إلى منهج في العمل والدراسة خاصة هي نظرية لها شقاة من ناحية البستمولوجي من ناحية المعرفية نحن كيف كانوا من الممكن نقول أنه حتى العلوم الاجتماعية تبقى علم دقيق وإنتائك حقائق لا خلافة عليها أنه على حسب تصوراتنا ويبقى من منطلق فهمنا ورؤيتنا للأمور نعتبر أنه هو هذا نقتنع على أي حال نخلي النقاش في الموضوع للحلقة الجاية غير كده هنا سؤال مهم وأن صديق لما سمع وأنا وأنا حابب أن نشوف النقطة دي كنقطة أخيرة لما يتكلم على الجزيرة الإسرائيلية فهو كاتب المزوغي أن الجزيرة الإسرائيلية قناة الجزيرة الإسرائيلية طبعا قبل أن نذهب للجزيرة الإسرائيلية أن كل كتاب نا تقريبا باستثناءات قليلة جدا كانوا ومازالوا عشان يظهروا في الإعلام عشان يبقوا مقبولين لازم يبقوا مداهنين تعريض للإسلام ده على مسؤوليتي التعريض للإسلام بكل حرية وأريحية ينتقد كل الأديان ويبقى منطقي وعقلاني وزي الفل يجي عند الإسلام نبدأ المواربة فأكيد المزوغي ليه حق في أن الناس دي ناس بتستهبل مهما حملوا منشهادات علمية وهم عارفين بيعملوا كده خوفا ومقبول جدا أن هم يكونوا خايفين عشان إحنا في بلاد لا تسمح بالحريات وإذن الكلمة اللي احنا قلناها من البداية بلد لا تسمح بالحريات وفيها التقديس وفيها التابوهات وفيها المحرمات ولا يمكن المناقشة بصراحة فنتضر إن احنا في الأمور اللي نقدر نتكلم فيها بصراحة في اليهودية في التوراة في المسيحية في المسيح آه بنروح ونبقى مبدعين والناس نسقف لنا نيجي عند الإسلام نبدأ نلون 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 آه مهما حده برضو بيعجب الناس يجب إن احنا دلوقتي مع الانترنت نحط لوقفة اللي ماقدرش يتكلم بصراحة يسكت زمان كانوا يسقفونه أعتقد دلوقتي هيبدأ الناس كنت أقول حاجة بعملوا على الإسكندرانية بس لا يوجد داعي فأتمنى أن الناس تسحل نفسها وتفوق مش أدي الكلام ما تتكلمش انتهى القضية غير كده هو نحن نوسع مساحة الحرية لأن الناس لازم تتكلم بصراحة عشان يبقى في حوار يبقى في نقاش يبقى ليهم طريقة زي الكنيسة الكاتوليكية تعيد التأويل وإحنا برضو مش مقتنعين بيه بس عشان في ناس عايزين تحب تبقى جزء من قطيع ليكن هم حرين ولكن برضو هنتكلم بمنتهى الصراحة طبعا حتى كتاب مهم جدا وده مبوض حتى لو الكتاب بتاع فنومونوريجيا الأنبياء مش متوفر دلوقتي على الانترنت ولكن طبعا أكيد من فيه طريقة للحصول عنه زي مثلا في ضلالات الأديان وهو كان في ضلالات الأديان بنفس الطريقة دي اللي أنا بصراحة مهما اختلفت مع الأستاذ محمد المزوغي أشيب بالنقطة دي لازم تطلع أجيال على الأقل في النقطة دي بعد كده صحيونية الجزيرة هي خلاص بطل له مساخة في القضايا الفكرية لأن ده كل اللي بركب عليه كل الجماعات الإسلامية ودول بيدهنوا الجماعات الإسلامية فبالتالي يطلع الشخص كده متوهم مني إيه الأديان التانية إيه أهل إسلام وحلوة الشوعية يبقى الشوعية إسلام حلوة الرأس المالية وحقوق الملكية وإن الإسلام جاء عشان يسون الملكية آه حلو يبقى ده الإسلام حلوة الديمقراطية يبقى ده الإسلام إيه اللي حلو تاني العلم حلو العلم هو الإسلام إيه حلو تاني كل حاجة حلوة الإسلام كل حاجة حلوة الإسلام فيطلع الشاب يبقى عايز ينشر الإسلام في كل حتة ويطلع أسلامة العلوم ويطلع المهم يطلع هذا الفخر الفارغ أنه هو الإسلام زيه زي أي دين ما لهش علاقة بكل الأمور دي لا لي علاقة بالحضارة كدين كل واحد حر لو الدين علاقة بين الله وبين الإنسان وغيبيات لكن يتحول في نظر المريدين والإسلاميين النهاردة إلى أنه هو نظرية في السياسة إلى أنه هو علم إلى أنه هو حتى مطالبة المجتمع كله والجميع يخضع لهذا الإسلام كما يروا الإسلام الأيدولوجي اللي هو في النهاية إرهاب في إرهاب في إرهاب هو ده الإسلام اللي موجود دلوقتي المتصدر والناس طبعا اللي هي المسلمين الطيبين بيتواروا بل بيتشربوا هذا مين عراب تعالى نقول بتعبيراتي اللي هو يعني لمواغزة قواد اللي بيجيب الناس البسيطة دولا للإسلاميين هم الكتاب دولا اللي بيعرضوا للإسلام الكتاب دولا قوادين بيأخذوا الناس البسيطة يدون للإسلاميين والإسلاميين عايزين يعملوا دولة وخلافة أستاذية العالم وإرهاب فالأستاذ محمد المزوعي اللي كتاب اللي هو في ضلالات الأديان اللي هو بينتقد على رأس أول واحد بمسكو يوسف زيدان يوسف الصديق التونسي محمد عابد جابري ومحمد الطالبي على أن هم نمازج من مرة تانية الكلمة اللي بتبدأ بالقاف اللي بيأخذوا الناس ويصوروا لهم الإسلام بس إيه مع حتة انتقادات في المساحة الآمنة اللي تجيب جماهير إن هو مختلف وأنه خطابه مختلف وإن هو ما أصلاحنا مش هينفع نعيش من غير إسلام فهو ده الإسلام المستنير أخي لمواغزة وإن لم يصهر للجميع إن دولة قوادين للإسلاميين سيتضح ذلك فيما بعد أو أتمنى أن هو مع الوقت ومع المزيد من الكلام بحرية يظهر هؤلاء المواغزة عياناً بياناً للجميع ويجي الوقت اللي الناس تبصق عليهم لأنهما ما قالوش كلمة حق وهو كلام وتترب وتبقى فيه داعشية بس أخلص لو سمحتين لي أنا مش هاخد كتير المهم فنيجي بعد كده هو لقضية ودي قضية خلافية وهي مش أساسية لأنه هو مش هو ده موضوعنا السياسة ولكن في حيث ما المزوغي بيبقى أنا شايف في دوا مفيد جداً في الاتجاه ده بيجي كأنه بيهد اللي بيعمله لما يجي تكلم عن الجزيرة الإسرائيلية طبعاً معروفة قدر أن لها علاقات دبلوماسية من زمان وفي الخباسة مع إسرائيل وفي نفس الوقت كانت هي الناطق الرسمي باسم كل الإرهابيين والإسلاميين والإخوان المسلمين المتبنيهم إلى اليوم هل معنى كده هو هل معنى كده هو أني قدر مش إرهابية تمول الإرهاب وتنفق على الإرهاب وتنشر الإرهاب في العالم عشان عندها علاقة بإسرائيل ولا من الممكن يترتب على ذلك هو الإشاعة اللي بيقولها برضو الإسلاميين لما يلاقوا في عملية إرهابية يقولك هذا لا يمثل الإسلام بل إيه بل دولة صنيعة إسرائيل فهو لهدف أيدولوجي أو سياسي أو فكرة في دماغه من الممكن يهدم كل اللي بيعمله ويبقى برضو تصوراته تصورات إسلامية إن هذا لا يمثل الإسلام إنما ده صنيعة صهيونية وليس الجزيرة الصهيونية والجزيرة يتمول الإرهاب يبقى إذن الإرهاب صهيوني هو ده اللي عايز يقوله ولكنه هو بيعمل عمل اللي بينتقدهم اللي احنا قلنا عليهم الكلمة اللي بتبدأ بالقاف برضو أو هو الفكر الإسلامي اللي هو برضو منتشر ومحدش نجا منه حتى واحد زي المزوغي ربما لفكرة إيدولوجي عروبي ما عرفش إيه أيا كان ممكن أكون أنا فاهم الأمور غلط ولكن يعني هو ده اللي في الآخر أقدر أقوله حسب فهمي للأمور اتفضل صديقي عشان نخدم الحل هو أنا أقصد بأنه أنا ما يعني موضوع قطر وغيرها هاي موضوع الجانبي هامشي بس هو موضوع أساسي إنه نحن كل أهل معا قضية فلسطينية بشكل لا نقاش ولا جدل فيه كامل لكن موضوع التنوير هو اللي يهمني أنا وأنا طبعا ضعيف بالسياسة نهائيا ولا أفضل لهذه الأمور لأن دائما يعنيني دائما الجانب الفكري ولا أفتفي يعني بصراحة ما أفهم بيها أمور التنوير إحنا كما نعرف إنه الكتاب يقدم إدانة واضحة للتراث الديني التراث الديني خاصة المقدس وهو يوجه النقد عميق ودقيق إلى ويأخذ جوال من عنده تكشف أن هناك إشكالات جدية ولا تقبل النقض ولا النقاش أو تقبل التفكير وعادة التفكير فيما حصل وأيضا هذا يشير إلى أن من حاول من التنويرين أو من يسمونه بالتنويرين تغطي على هذه الأمور والطبطب على أكتاب الإسلاميين باعتبارهم أصحاب السطوة والشأن وأيضا مصدر الرزق أيضا الذي تفتح خزاعن خزاعن الرب إلى عليهم هذا الأمر انتهى في رأيه الآن المصداقية هي أساس أي تنوير التنوير بدون مصداقية ليس تنويرا التنوير يجب أن يكون في رأيه الشخصي تنوير صادق لا يخشى لوم تلائم يجب أن يتسلح بالمعرفة والعلم والدقة وأيضا الظاهراتية بمعنى الظاهراتي أنه أنا أصف الظاهرة كما هي هذه الظاهرة سيئة هذا الحدث يجب أن نتخلص منه النفاق يجب أن نتخلص منه حقائق التاريخ حالها حال أي حقائق أخرى الأديان ليست هي نتاج ملايين من البشر توحدوا واجتمعوا وأنتجوا أشياء وعلينا أن نكفعا طمطم عليه هذا تاريخنا البشري يجب أن نتجاوزه فيه إشكالات كثيرة هو وأديانه وكل تفاصيله يجب أن نتجاوزه لن نتجاوزه إلا عندما نحاكمه ونؤيد قراءته بطريقة دقيقة هذه مسألة لا تقبل نقاط ومن يحاول الآن أن يتصدى لهذا الأمر سيفشل سيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين دون جدوى لأن العتلة الكشف أو العتلة الكاشفة لكل ما يحدث الآن أصبحت خارج النطاق السيطرة كل شخص الآن لديه موبايل يستطيع أن يطلع على أي شيء لا يمكن أن هناك مراهنة ما زالت من قبل تيارات إسلاموية دينية متطرفة متعصبة تحاول أن تسلب العقول عبر القنوات التواصل وتهيمن على القنوات وتبث جيوش إلكترونية وجماعة يعني هذا كل لا جدوى من الناس بدأت تفهم الحقيقة وترى الحقيقة كما هي بدون أي لبس الشجاع الآن التنوير الحقيقي وأيضاً حتى الذي يريد أن يقدم نفسه للآخرين ويستفيد حتى مادياً في المستقبل يعني أقصد في 10-20 سنة المستقبل سيحفظ كرامة كل واحد حاول أن يقدم الصورة الحقيقة للناس أجمعين وسيعاقب وسيترك الذين يطمطمون ويكذبون ويلفون ويدورون على الحقائق صيتاً سيئاً سواء لهم أو لأحفادهم تمام شكراً لك صديقي وفي الحلقة القادمة من الممكن نبقى لي تعليقات على هذا الجزء وبعد ذلك نكمل الجزء الثاني شكراً لكل من تابعونا وأرجو أن الحلقة كانت لطيفة وكانت فيها معلومات مفيدة فإلى أن نترككم على خير شكراً صديقي وشكراً للجميع شكراً مع السلامة شكراً للمشاهدة